بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير وحياكم الله معنا في فقرة بساتين الليلة بدأتها بطريقة مختلفة الليلة بدأتها بمكان مختلف الليلة بدأتها بانتعاش بحيوية بنشاط ما شاء الله تبارك الله على الجمال على الإبداع على التألق في برنامج كاريزما اللي ما تبقى عليه تقريبا إلا أربع أيام ثم يصدل الستار عن هذا البرنامج الجماهيري هذا البرنامج الضخم هذا البرنامج المميز بتميزكم أنتم مشاهدين وبتميز ستة وعشرين متسابق بدأوا معنا من اليوم الأول إلى يومنا هذا كانت الفعاليات مميزة كان العطاء موجود كان التألق حاضر في برنامج كاريزما في البدايات تكون هناك صعوبات في البدايات تكون هناك تحديات في البدايات يكون هناك تنافس ما بين المتسابقين حتى يصلون إلى الحفل الختامي وحتى يصلون إلى الليلة الختامية ويشوفون من منهم سيكون هو صاحب التتويج المركز الأول مئة ألف ريال من سيحصل عليها؟ بغض النظر عن الجانب المادي لكن دائما وأبدا كل واحد لما يشارك في أي نسخة في أي برنامج يبي يجمل نفسه يجمل أهله يجمل ربعه جماعته أقاربه جمهوره متابعيه محبيه لأجل هذا يقول أنا موجود في البرنامج وحضوري مهو بحضور عادي ما نيب منياتي ولا يدرابه شطر حظته ينعرف كتابه الشباب في هالبرنامج ما جوا علشان يكون حضورهم بسيط جوا علشان كل واحد يثبث نفسه ويقول أنا موجود ولي الأثر وإن رحلت سيبقى الأثر إلى يوم القيامة حضورهم مميز لكن بما أن على اعتاب الحفل الختامي قريبين أربع أيام ويكون الختام من غادر في الأيام الماضية الله يسهل عليه ويحفظه ويبارك له ويشرفونه برجعتهم لكن من بقي هم اللي عندهم التوتر حبتين ليش؟ لأنهم خلاص يعني بما أنك وصلت إلى النهايات فأنت تطمح إلى أنك تكون الأول لأن الأول لذيذ كيف يكون لذيذ؟ لما يكون مكانك في مثل هالمنصة ومتوج بالمركز الأول ومتوج بالمبلغ المادي اللي تحصله ومتوج عند جماهيرك وعند محبيك بأنك تعبك ما راح خسارة وصلت إلى النهائي وكان حضورك الأفخم والأجمل والأروع بحصولك على المركز الأول ثلاث مراكز أول المركز الأول سيكون مكانه على هذه المنصة كما تشاهدون على الشاشة سيصعد صاحب المركز الأول هنا وسيستلم الشيك الذهبي بمبلغ مئة ألف ريال ثم من بعده سيكون المركز الثاني بمبلغ خمسين ألف ريال والمركز الثالث بمبلغ خمسة وعشرين ألف ريال هنا سيكون الختام للمتوجين الثلاثة نقول لهم الله يوفقكم وعقبال إن شاء الله النجاحات المستمرة بعد البرنامج انطلقتم من هنا وإن شاء الله ما راح يكون لكم توقف نهائيا بل العطاءات ستكون مستمرة يوما بعد الآخر ونشوفكم إن شاء الله في القنوات الفضائية مميزين وعطاءاتكم مستمرة أو في منصات السوشال ميديا ما تتوقفون جمهوركم معكم عرفوكم هنا عرفوا تفاصيلكم عرفوا عطاءاتكم وما راح يستغنون عن الأثر اللي أنتم يعني علمتوهم هنا فيها البرنامج وأبقيتوها الأثر فيهم هذا بالنسبة للثلاث المراكز الأول طريقة التصويت وطريقة البرنامج والآلية للحصول على المركز الأول أو الثاني أو الثالث المسابقات زي ما ذكرنا آنفا ما راح تكون موجودة لكن اللي موجود عندنا 60% على النقاط اللي حصلت فيها في الأيام الماضية من بداية البرنامج من خلال جمعك للنقاط وحرصك عليها ومحافظتك عليها ومن خلال خصومات اللي حصلت عليك وأيضا 40% سيكون عبر التصويت اللي راح يكون إن شاء الله معكم من غد بإذن الله تعالى من المفترض أنه يكون معنا اليوم لكن تغير المتجر الإلكتروني وجبنا متجر آخر بكرة سيدشا ويكون معكم وراح تكون معكم النسب وصور الشباب موجودة أسفل الشاشة حتى يذكرونكم فيها وأنتم إمكانكم تتوجون المتسابقكم المفضل حتى يكون مركز الأول أو الثاني أو الثالث الرابط الأول خلاص تكنسل انتهى اللي صوتتم فيه خلال الأسابيع الماضية في رابط جديد راح يغرد فيه في حساب قناة الواقع الفضائية وفي حساب الشخص إن شاء الله في تويتر بكرة بإذن الله لهذا جرى التنوية الأمر الثاني راية الوقف كما تشاهدون راية الوقف في تباع الكبير الله يعين محتوى مبادرون وجمعية البربضل على كيف يطلعون من الشخص الأقوى جماهيريا بحضور جمهوره متابعي في تويتر أشوف وشاهد ناس وصلت تغريداتهم إلى آلاف مؤلفة يعني في التريند حاضرين وكأن جمهوره يقولون للناس اللي يشاهدون تويتر سواء متابعين للبرنامج وإلا لا متسابقنا دائما مركزه الأول وحن جمهوره خلفه سيبقى دائما الأول في عيوننا وفي قلوبنا لأجل هذا تجد أنه ما شاء الله في تفاعل التريند موجود راية الوقف فلان بن فلان على سبيل المثال ويكون هو الأول في أسماء كثيرة بينها تنافس سواء الشباب اللي موجودين لنهاية البرنامج أو الشباب حتى لغادر أبراهم في الأسابيع الماضية هم داخلين في هذا التصويت التصويت انتهي ساعة الثامنة يوم الجمعة أو الحفل الساعة العاشرة مساء بإذن الله تعرفون شروط راية الوقف تغريد بشيء عن وقف الأم بمكة مع وضع صورة أو فيديو وضع هاشتاك راية الوقف ثم المتسابق اللي ينتبيه كما هو مشاهد في تويتر تعرفونا وهاشتاك البرنامج كذلك بحسب اليوم في الأخير نشوف التغريدات الأعلى من خلال آلية محتوى مبادرون يعرفون عدد التغريدات ويحسبونها خلال أيام كلها ويشوفون من الأول اللي راح يحصل على العشر آف ريال وراح يحصل على هالراية ويأخذها معه إلى منزلة ويفرح فيها ويفتخر بأن جمهوره أعطاه وأهداها الشيك وأهداها الراية تمنياتي للجميع بالتوفيق وأيضا في النقطة الأخيرة اللي هي درع نجم الجمهور درع نجم الجمهور تعرفونا أن التصويت عن طريق جوجل وحساب قناة الواقع في تويتر غردوا بإمكانك أنك تصوت المتسابق اللي أنت تقوم من وجهة نظرك أن هذا هو نجم الجمهور الله يوفق الجميع وهذه المسابقات والتنافسات في البرامج كلها لازم يكون فيه مراكز وكثرنا التصويت في الأخير علشان يكون فيه تنافس بين الشباب فيه أكثر من شيء تمنياتي لزملائي وإخواني المتسابقين بالتوفيق وإن شاء الله نشوفهم دائما في المراكز الأول حياكم الله يا شباب مساكم الله بالخير أنا طبعا مع المشاهدين دخلت على طول لأنكم تأخرتوا قلت أبدأ دردش معهم حتى تجون وما شاء الله يعني شبهك تمن العدد حياكم الله حيا الله الشباب العائدين من خارج المنتجع أبدأ من يمين سلطان العنزي وفيصل حربي عمر من هذال حياكم الله فهد الشهري هذا من هم أمامي الآن سعيدين بعودتكم الحمد لله على السلام نور المنتجع ونورة القناة ونور برنامج كارزما كارزما طيب الآن رح أرجع أجس معكم بس مبسط على المسرح المكان الذي فيك طولي عمرك هذا رهيب هذا بنا نوقع عقد معه فهمت الفرنامج الجاي مشرف لنا والله عادل شرفي الله يحفظك طيب هذا الأمر الأول الأمر الثاني فيه عندنا اليوم عدة أشياء فيها جوائز وأسهم مقدمة وعليها أسئلة وكذلك خطوات ونقاط تستفيدون منها إن شاء الله في الليلة الختامية ممكن تنفع ممكن تقدمك حبتين ممكن تكون هي المنجية لك حتى تكون حاصل على المركز الأول أو الثاني أو الثالث اللي يتمثل 60% الأمر الثاني راح يكون فيها هدية مقدمة من جمهور أحد المتسابقين بسبب إكمال أسهمة اللي أعلننا عنها لسابيع الماضية فريحين بهالإكتمال وفريحين بهالمنجز لهالمتسابق بعد شوي راح نعرفها الأمر الثالث بالنسبة لوقف الأم بمكة حنا اليوم ودنا ما نطلع من هنا اللي حنا مقفلين هالوقف يعني خلاص شفتوا لي يعني تسعين يوم وخمسة ثمانين يوم وستثمانين يوم حنا نذكر الناس أول بأول إلى درجة أنه بعض الناس يتحفز ومشارك الأيام اللي راحت كلها وفي ناس يقول تاركم أشغلتونا تاركم غثيتونا بهذلتونا بالكثر ما تذكرونا بالوقف خلاص نعرف الصدقة ونعرف ننفق لا تزعجونا وتوجعونا في روسنا زين لكن حنا لما نذكر ننتظر اللحظات اللي إن شاء الله اليوم نفرح فيها وننجز هالوقف فيها لما يكون هالمنجز من خلال تجربة والله العظيم أنه ساعات التعب الأيام اللي راحت كلها تنسى وما يبقى إلا الأثر لأن الوقف زي ما شفنا وزاروا الشباب سلطان العنزي ومصعب السيد وفادي الشهري الأرض لما شروها الجمعية وجهزوها وقالوا ما بقي من الوقف للقليل كملونا الوقف يا جمهور يا كرام وخلونا نبدأ في بناءه حنا ودنا بما أن عقد الجمعية باقي عليه أربع أيام خمس أيام ثم في برنامج الآخر برنامج البزنس راح يكون في جمعية أخرى ما باقي عندهم إلا أسهم بسيطة اليوم ودنا نقول به يا سميع يا عليم على قوتهم يا الله يحفظها زين ونخلصه ونكتمل الوقف اليوم وصلنا فيه إلى 97% بفضل الله سبحانه وتعالى يا تلحق يا ما تلحق كم باقي سهم من الشاطئ في الرياضيات ثلاث سهم ثلاث ألاف سهم ثلاث ألاف سهم والله وبالله وتالله لو أن يشاهدوننا الآن بس يدخلون تطبيق الراجحي ويحولون جمعية البربضن أو المتجر الأكتروني اللي أنا غررت فيه في حسابي الشخصي وكذلك الجمعية غردون في حسابهم في تويتر يدخلون عن طريق الأبل بي بشكل سريع في عشر ثواني يتبرع ثلاث ألاف سهم تكتمل اليوم ونفرح كلنا بهالمنجز العظيم متوقعين يكتمل اليوم؟ متوقعين أقول عادل أقول ما في شيء يصعب على جمهور قناة الواقع يا رب نقفل هذا الليل إن شاء الله ثلاث ألاف سهم تدرون أنه أنه رقم بسيط جدا على كل من يشاهدنا الآن ليش؟ لأنه كل واحد يشوفنا الآن ويتذكر بأنه الآن النفق اللي راح أنفقها راح تطفئ غضب الرب إذا كان عندي ذنوب معاصي فالله سبحانه وتعالى راح يعفو عنك ثانيا إن الله يحب من؟ المتصدقين فهذا باب للصدقة الصدقة باب من أبواب الجنة الثمانية صدقة السر تطفئ غضب الرب صناع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات من عنده مال يريد أن ينقيه وينظفه يتصدق عائشة رضي الله عنها كانت قبل أن تخرج الدراهم تنظفها وتنقيها ثم تقدمها قال ليش يا عائشة؟ قالت لأنها ستوضع بين يدي الله سبحانه وتعالى من يعطينا الدليل له ثلاثمائة خطوة يلا أسئلة حامي حامي اليوم أنا راح أكون مسرحي وإذا تعفج جلست معكم ثلاثمائة خطوة عائشة رضي الله عنها كانت تنقي وتنظف الدراهم الحديدية معدنية عرفتها ثم تتصدق بها قالوا ليش يا عائشة؟ قالت لأنها ستقع بين يدي رب العالمين فيه دليل دائما قوله في كل حلقة والمشايخ إذا جوا يقولونه ويكرونه من اللي يعطينا الدليل وله ثلاثمائة خطوة والشباب اللي خرجوا في البرائمات لهم هدية غير النقاط لأن النقاط ما تنفعهم يلا هدية قيمة جميلة النجاشي والعادل عادل بن هيف فيما معنى الحديث كمون يربي فلوة صح يا أبو عبدالله؟ يعني بغى واحد جيبها صح عطوا عادل مية خطوة يستاهل الله يرفع قدرة اصرفوا له يلا ولا واحد دائما عيدة يا شباب عطنا بداية تحفظون لي في المكتبة وتحفظون والحديث هذا عندنا كثر من مئتين مرة هو اللي فيها كمن يربي فلوة انا عارف كمن يربي فلوة كمن يربي فلوة كلمة لولة كلمة لولة هين نسيناها سلطان لاهنت عطيني له هدايا هنا افتح مايكك طافي يا أستاذ من هو فهاد او زعي 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 مايكك مايكك افتحها طيب الشباب اللي موجودين معنا الآن وما لهم خطوات لهم دروع ستقدم اذا اجابوا عن اي سؤال انا راح اقدمه واليوم في صرف نقاط لأنه لنا في المنعطف الأخير واني بي نهدي لكم نقاط بناء على ثقافتكم وبناء على ما عرفتوه ما سمعتم من مشايخنا خلال السابيع الماضية الليلة هذه واضحة ليلة فراك حاول تعديها وعي تتعدي طيب طيب ليلة فقرة بساتين هي الليلة الختامية علشان كذا ما فيه الا توزيع نقاط وخطوات وهدايا نبي اليوم فيه متفاعل منكم ونبي حماس منكم ولا واحد عطانا الدليل الله يخلف على المسلمين يعني لنا 90 يوم نحن نجيب حديث ذات جل من لا يسهو عطنا بداية ها الله يربي الصدقات كما يربي أحدكم فلو وزيكه ايو ناسيها ولا نحفظ الحديث طيب انجبتها انجبتها 70% رتبها عشان تأخذ 300 خطوة عشان تكون المركز الأول ان شاء الله في البرنامج ممكن تنفعك بإذن الله إن الله يربي الصدقاتكم ويربي أحدكم فلو فلو إجابة صحيحة ولا صحيحة مضروبا جنبها صحيحة وتحية لفهات قلب قمير دائما أخبط بينك وبين عادو بن هيف ما أدري ليش الكيميا هذه ما أدري ويش هي طيب 300 كبتها أبو حاسم استاهل فهاد بقمي يعطي العافية طيب في فكرة عندي الآن للأسر للبيوت وأنا ما بي أجلس الحالي المسرح كذا أبي كل شوي يجيني واحد اثنين سؤالي بحنا وياه زين خلوها ليلة مختلفة الليلة طيب في فكرة عندي وأبي العمدة سلطان الأمير يقوم عند الصبورة لأن في متصلين من الجمهور زين وأبغى القلم بخطك الجميل إن كان خطك جميل خط الرقعة طبعا الرقعة حلو طيب اللي خطة كويس ممكن يكتر الصبورة زين 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 أنت بكيفك يا عمدة لا لا خلاص لا نتعدى شورك طار عمدة شوف اللي تختار مناسبة أو أنت تكتب بس يكون الخط واضع عشان كاميرا تجيبه طيب الفكرة والطريقة اللي نبيها اليوم بما أن الليلة الختامية الفقرة بساتين 3000 ساهم عندنا وبين إدينا ودنا مع الأسر والبيوت أنا ودي كل بيت زين يتكفلون بمبلغ 500 ريال اللي بتكفل بمبلغ 500 ريال زين يعني 5 أسهم يتصل علينا ورقم التليفون الشباب طلعوا تحت أسفل الشاشة خلوا الناس تتصل ومن ينفق ويتبرع بمبلغ 500 ريال يرسل على الواتساب الخاص بالجمعية ثم يتصل على تليفون القناة ويعلن تبرعه عنه وعن أهل بيته هذه كفكرة حتى يكون بيوتنا فيها النقاء وفيها الصفاء وفيها النماء وفيها البركة الشيخ سعد الخثلان قبل يومين سؤل سؤال عن البيوت وسؤل سؤال عن قراءة صورة البقرة في البيوت من خلال الرادو أو من خلال المسجل أو من خلال التلفزيون أهل تكون صورة البقرة مباركة وتذهب الشياطين والجن من البيوت إذا كانت من التلفزيون وإلا من الرادو والمسجل فكان الجواب نعم يكون ذلك المقصود لما ذكرت هذا الأمر ليش لأن البيوت حينما تتحرك بمبادرات خير كالقرآن وصورة البقرة وكالإنفاق والصدقات بيوتنا تكون نقية نظيفة مباركة يبارك الله لأصحابها في حين الآن يا مشاهدين الأب الأخ الأم الأخت اللي تشاهدونا ممكن تكلمين أخوك وتقولين حنا عندنا الآن وقف نبي نسميه بأسرة فلان ابن فلان على سبيل المثال والدي الله يطول عمره على طاعة سعيد بن علي الغامدي أنا أنفق أنا أول من أبادر زين بمبلغ خمسمائة ريال عن أسرة سعيد بن علي الغامدي زين تشمل والدتي تشمل أبنائه وبناته هذا سجل اسم أبويا فهد سعيد بن علي الغامدي أول واحد والدي بمبلغ خمسمائة ريال وأنتم يلي تشاهدونا عن منزلكم عن بيتكم بمبلغ خمسمائة ريال وعطونا اتصالكم أو ارسلوا الإيصال إذا ما ترونوا تطلعون على الهواء باتصال على رقم الواتساب للجمعية وعلمونا الأسرة أسرة فنان ابن فنان ونقرأ الأسماء على الهواء وتذكروا دائما لما نعلن الأسماء ونعلن التبرعات الله يعلم بالنوايا ويعرف ما في داخل أنفسنا وإن شاء الله نوايا طيبة لأجل أننا كلنا نبادر مثل ما كان يعمل مع الصحابة والله يقول أن تبدو الصدقات فنعمة هي تبدو الصدقات فنعمة هي ليش؟ لأنه فيه هدف فالهدف إن شاء الله منكم كلكم أننا نتبرع بمبلغ خمسمائة ريال عن بيتك أسرة فلان ابو فلان هذه كمبادرة جتني الفكرة لعلها تكون جميلة وموفقة حتى إن شاء الله نفرح اليوم بثلاثة ثلاثة سهم يتغطى معنا على الهواء مباشرة سلطان العنزي بيتكلم رفع يده قبلك عادل الله يسعدك سلطان مايكك شغال مايكك شغال فضل وأنا كذلك عن أسرتي نفس الشيء خمسمائة ريال سهل سلطان العنزي أسرة لازم تكتب أسرة أسرة من؟ أسرة سلطان العنزي أسرة سلطان العنزي بخمسمائة ريال هذه مبادرة منه وكذلك الزميل العلامي زياد الشهري سمعونا تحية لزياد الشهري أبو سعد أسرة سعد الشهري كذلك خمسمائة ريال لوقف الأم بمكة لما تروحون تطبيق الراجحي جمعية البربضان لما تروحون المتجر أكتروني تلقون وقف الأم بمكة ثم الأيقونة عندكم أسهم مختلفة اضغطوا على أي سهم لما تضغط على سهم الخير على سبيل المثال يطلع لك في الأيقونة التي تحت المبلغ مئة ريال وهو أكثر أو أقل سهم الوالدين له مبلغ ثم تبرع ثم تروح لأب البيت وتتبرع بشكل سريع في خمس ثواني إلى عشر ثواني عادل بن هيف مبادرة تشكر عليها يلا عطونه تصلاة يا شباب إذا في تصلاة من الجمهور مبادرة تشكر عليها يا أبو عبد الله وحنا نحط يدنا على يد مبادرة تشعونا حلوة يا شباب جدا ولا أشياءات في غير محلة لا تجاملوني أمانة معكم لا بالله جدا ممتازة وكذلك أنا أتبرع نيابة عن أسرة آلهيف أسرة أسرة آلهيف في مبلغ خمسمائة ريال طيح عطونا تصلاة يا شباب نعم عطونا تصلاة طيح في تصلاة يقولوا ما شاء الله الأسر والبيوت متواجدين متفاعلين أسأل الله أن يصلح لكم النية والذرية يا متشاهدون اعلموا بأن صدقتكم هذه بإذن الله ربي ينجيكم من مصارع السوء ينجيكم من ميتة السوء لأنه ترى الصدقة تنجي من ميتة السوء لو كان مقدر عليك تخين لو كان مقدر عليك سوء خاتمة ترى بصدقتك الله سبحانه وتعالى ينجيكم من ميتة السوء ويجعل ميتتك حسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول صناع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات لا يعني شيء يهلك لو مقدر عليك مكتوب عليك أنه في حريك في بيتك يتأدن من أطفالك ووالدك ووالدتك بالصدقة الله سبحانه وتعالى يبعد عنك الحريق لو مكتوب عليك حادث سيارة لقدر الله بصدقتك ممكن تنجو وأعتقد أي واحد فينا في يوم الأيام بسيارته يمشي ثم انحده واحد وأنجاه الله بطريقة ما كان يدري عنها أول ما يتذكر وهذا الشيء حصل لي وحصل أعتقد أكثر و أكثر من واحد فيكم لما تنجو يجي بذهنك يا ربي لك الحمد يا دعاء والدين يا صدقة تتذكر تتصر على والدك ووالدتك دعيتولي وأن لم تصدقت قل الله أملك الحمد والله نم الصدقة لك اللي قبل يومين ثلاثة أيام ترى الله ينجيك من الكوارث بسبب الصدقة صدقة بابها عظيم لأجل هذا الله سبحانه وتعالى وضع لها باب في الجنة فيه دليل اللي يجاوب عليه لثلاثمائة نقطة واللي غادروا الأسابيع الماضية لهم درع و هدية السؤال يقول فضل من فضائل الصدقة أو شيء يدل على أنا أعتقد أنه سهل جدا وقلناه كثير يتمنى الإنسان العودة للدنيا لأجل أن يتصدق عمر من هذال إن أخرتني مايكك شغال تأكدوا مايكاتكم شغلوا مايكاتكم اللي يا شباب فيقول ربي فيقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكون من الصالحين تحية العمر من هذال فضل من يا عمر استلم هديتك و درعك هديتك يا عمر سهم بوقف الأم بمكة عنك و عن والديك الله يجزاك خير والديك غادر الحياة صح الله يرحمه هذه الصدقة بنيتك و نية والديك راح تصل له إن شاء الله نور و ضياء في قبره و كذلك لك هدية أخرى مقدمة من جمعية البر بضل شكرا الله يحبك الله يساعدك طيب في اتصال من من عهد الجوهنية حياك الله عهد الليلة هذي 3000 سهم مقفلينهم مقفلينهم خلاص باقي أيام ما أن اليوم إلا إن شاء الله نسجد لله بانتهاء و اكتمال الوقف حياك الله عهد السلام عليكم و عليكم السلام و رحمة الله من فين عهد من وين من أي مدينة العيس العيس حياك الله يا عهد طيب عهد حنا نتكلم عن تبرع بنية أسرتك أسرة من حتى يكتبونها الشباب حبيب الجوهني حبيب حبيب الجوهني حبيب الجوهني تحية لحبيب الجوهني و أسرته الكريمة طيك العافية يا عهد والله يقبلها منك و من والديك و من أسرتك المباركة فكتب الله هجرك والله يحرم عن وجهك النار و عن وجه كل من تبرع و أنفق عادل بن هيف عطونا اتصال الثاني يلا اليوم بنقفل وقت بإذن الله وبعد الله تسمح لي في تبرع آخر لأسرة عادل بن هيف من هم أسرة عادل بن هيف هم محبين عادل بن هيف اللي تعبوا معي من اليوم الأول لين اليوم سبع و ثمانين من الجمهور اللي قاعد يتابع عادل فهذا تبرع خاص بأسرة عادل بن هيف اللي يشكرهم من هذا المنطقة تحية تحية عادل و لأسرة عادل محزم طويق و لا غيرهم هم محزم طويق و أكبر محزم طويق والتبرعات كلها إن شاء الله بعد الفقرة هل ستوصل الجمعية بإذن الله بيض الله وجهك والله يكتبجك على المبادرة الجميلة و لهم حق أكيد كل من يشاهدنا الاتصالات لا زالت مستمرة معكم كل من يريد أن ينفق في هذا الوقف نحن عندنا اليوم بس ثلاث ألاف سهم أعتقد بأن المتابعين الآن أكثر من ثلاث ألاف شخص رجل أو امرأة صغير كان في العمر أو كبير خلونا اليوم نفرح كلنا باتصالاتكم و بادراتكم و نغطي و نفرح لفرحة اليتيم لفرحة المحتاج لفرحة المسكين لفرحة هذه الجمعية اللي تعمل تفطير الصائمين تخيل أنك في رمضان تقول يا الله يريدني أفطر في الحرم المكي يا الله يريدني أفطر الصائمين في أي جامعة و في أي مسجد نشوف أبائنا و أمهاتنا و أهل الخير مننا مبادرين في رمضان لتفطير الصائمين الجمعية اختصرت الطريق و قالت يلا حط تبرعك و نحن نقدمك في بناءها الوقف و راح يكون منه إيراد و إيجار سنوي من خلالها راح نفطر الصائمين بإذن الله بعد أخذ التصريح و الترخيص لتفطير الصائمين في الحرم المكي و في الظلم و القرى و الهجر التابعة لها الحمد لله و مش سنة واحدة على فكرة ترى مستدام يعني مئات السنوات و عدات حسناتك يمشي تلي يوم القيامة و تشوف جبال من حسنات لما تدخل الجنة و تشوف جبال من حسنات يا ربي كيف جت بسبب صدقتك على مدن هالوقف اللي هو دائم ما يتوقف معنا اتصال من أختنا مرام حياك الله يا مرام يلا سمعونا سمعونا هلو سهلا تبرع بمبلغ ألف خمسمائة بنية الأمير و خمسمائة بنية عائلة بن هزة بيض الله وجهك بس يا مرام أنا الصوت مو واضح لي الأولى أسرة من الأمير سمعت يا فهد ما سمعنا والله الأمير الأمير عائلة الأمير سلطان الأمير عائلة سلطان و أسرة سلطان الأمير تستاهل يا سلطان و خمسمائة ريال أخرى لعائلة بن هزة عائلة عمر بن هزة يستاهل عمر بن هزة شكرا يا مرام و كل من يتصل و يشارك و يتبرع يرسل الإيصال على رقم الواتساب الخاص بجمعية البر بظلم ارسلوهم الآن حتى يخبرونا بإيصال تبرعاتكم أسأل الله أن يكتب أجركم و أن يخلف عليكم خير والأمر معدب صعب أول أذكر قديم كان الواحد يروح الصراف يمسك سرع علشان يطقطق هالجهاز يوصل تبرعه الآن في الجوال تروح تطبيق راجحي وتنفق أو عن طريق أي بنك آخر عن طريق رقم الأيبان الطويل والحوالة السريعة صول الإيصال و يرسله على رقم الجمعية و المتجر أكتروني سهل الأمر أكثر أبل بي يعني اللهم ملكك الحمد صار الأمر ولا خمس ثواني يأخذ منك و سدخل الرابط الموجود في حساب جمعية البر بظلم أو في حسابي لو تبحث بسوي لي الارتويت الآن و تلقى هالرابطة خلاف خمس ثواني تقدر تبرع يلا يا الأسر اليوم تنافس بين الأسر من أجل هذا الوقف ثلاث ألاف سهم بس نبغى نفرح سلطان الأمير و تقول لي من أنفق بنيتك و نية أسرتك والدك و والدتك الآن يتابعونك و علموا جيداً بأن ابنهم يعني له ناس يحبوا لها الخير و يبادرون في مثل أعمال الخير لتنفعهم أنا أقول شكراً لهم والله يزاهم الجن و يزاهم كل خير في من تبرع في هذا الوقف هذا وقف عظيم و إن شاء الله تعالى نفرح باكتمال هذا الوقف اليوم وهذا شيء غير مستغرب لمن تبرع لسلطان أو لشخص ثاني فهذا وقف نشارك فيه لأجر كلنا جميعاً فالأجر لنا كلنا يعني لسلطان والغير و للمشاهدين يعني فيه ناس يتبرع من نية المشاهدين و نية المتسابقين نصر الله أن يوفقنا و يوفقهم و يكتب لهم كل خير و يدخلنا الجنان مع بعض إن شاء الله تعالى يا ربي يا كريم عمرو هذال و اشتعني لك مثل هالمبادرات الحمد لله الحمد لله الله يجزاها خير طيب يعني نتكلم شوي شايفني الجوال خليك أعلامي نتكمل عشان نخلص التغريب لا شا شا أقول هذا هو الحمد لله يعني في الأيام اللي قضيناها في البرنامج هنا أن حصنا مثل هذول الناس الله يجزاهم خير وهذه نعمة نحمد الله عليها و نشكره اللي يسابقون الفعل الخير الله يجزاهم خير و يسعدهم و يوفقهم و يعوضهم إن شاء الله آمين يا رب العالمين اتصال جديد من ريمة حياك الله يا ريمة السلام عليكم و عليكم السلام من وين يا ريمة من الأفلاج الأفلاج و نعم فيك و فيها هل الأفلاج ريمة خمسمائة ريال عن أسرتك اسم الأسرة حتى نسجلها و يكون لك الدعاء من كل من يشاهدنا من الوالدة من الوالدة أسرة من تبي تذكر الاسم لا خلاص أسرة ريمة شكرا يا ريمة يعطيك العافية و أسأل الله أن يكتب أجرك و أن يحرم وجهك و وجه والدتك و أهلك و أسرتك و محبيك عن النار يا رب العالمين يا زين هالمبادرات من أهل الخير المبادرين في أعمال الخير أحمد الفراج ما تقول لكل من متصل لكل من أنفق آمين يا رب العالمين و الله يزاك خير أنت مايك لو يشتغل بعد راكان ملهي حتى أحمد يجهز مايك شكرا لهم و الله يجزاهم خير الجزاء بإذن الله و أن يقبل منه و منهم صالح على الأعمال و عندي يقين و إحساس بإذن الله أن ما رح تنتهي الفقرة هذه أو الحلقة هذه إلا إن شاء الله الوقف متقفل بإذن الله لما مشاهدين قناة الواقع الآن أتوقع أنهم فوق الخمس ألاف مو في ثلاث ألاف فوق الخمس ألاف ألاف مؤلفة فلو كل واحد منهم بس يتصدق بمئة ريال مئتين ريال ثلاثمئة ريال أربعمئة ريال فإن شاء الله أننا بنقفل الوقف هذا و نفرح جميعا و نسجد سجود شكر لله سبحانه و تعالى يا رب يا كريم طيب هذا كلام راكان و أنتم الآن الاتصالات مستمرة عطونا الاتصال لبعده أبدو السلام عليكم و عليكم السلام و رحمة الله أهلا و الله الله يحييك من وين من أي مدينة من أي مدينة تكلميننا من الطايف و نعم فيك و هالطايف كلهم بنت البقوم الأسرة و اسمها حتى نسجلها و يكلك الدعاء من كل من يشاهدنا أكبر 200 و 50 زاك الله خير و بيظ الله وجهك و مقبولة منك أسرة بنت البقوم سمي أسرة بنت البقوم طيب أسرة بنت البقوم حنا حملتنا اليوم راح نخصصها فقط يا كنترول استقبل الاتصالات بس لمن يشارك معنا عن أسرته بمبلغ 500 ريال و من أراد الانفاق بأقل من هالمبلغ يرسل إيصال على الجمعية و رقب الجمعية و تساب حتى نقرأه على الهواء مباشرة لك الاتصالات مخصصة لأسر و بمبلغ 500 ريال نعيم بعضنا في الانفاق شكراً فهدم طيري ترى أنا واقف أزيان و إذا تعبت أجلس هنا عادي يعني الله يريض وجهك لا يهينك فأنا سورة الديزاين يا حبيبي يا حبيبي يريض الله وجهك حينما نغطي المراكز شكراً شكراً يريض الله وجهك أتعب طالعمر و أجلس يا حبيبي سلمت ما عندك عطل ثاني زيذاك لا خلص طيب الآن بنت البقوم تبرعت و أنفقت يا أخي أنت رهيب فهمني لو شاهي وموية عشان أعرف أتكلم يا ألب قلبك طيب متواصلين معكم رقم الجمعية موجود أسفر الشاشة يلا أسركم لها حق عليكم أنفقوا بنياتهم أسعدوهم بادروا 500 ريال عن أسرتك أسرة فلان بن فلان أسرة فلان بن فلان بـ 500 ريال إن كان عندك مبلغ أقل ارسل الإيصال على رقم الجمعية أبضاه لكم أسفر الشاشة اليوم 3000 سهم سلمت ثلاث ألاف سهم نريد أن نخلص اليوم ونفرح اليوم نسجد شكر لله سبحانه بتغطية هذا الوقف الذي نسعد فيه اليتيم والمحتاج والأرملة والمطلقة وفي تفطير الصائمين وسقي الماء وفي تفريج الكرب من فرج عن مؤمن كرب فرج الله عنه كرب من كرب الآخرة ما أجمل أن نفرج عن الآخرين حتى يفرج الله عنه في الدنيا والآخرة معنا التصال معنا التصال من من تهاني وسائك الله بالخير يا هلو سائل يا تهاني أنا تطرع 1500 عائلة محمد زعيزعي عائلة محمد زعيزعي شكرا لك أسرة محمد زعيزعي يعطيك العافية مبارك الله فيك على هالمبادرة وشكرا لك محمد زعيزعي لك ناس يتبرعون بنيتك ونية عائلتك ماذا تقول لهم؟ أقول لهم بيض الله وجيهم الخير لهم قبل أن يكون لي الله يطول عمارهم آمين يا رب العالمين ويجعلنا عند حسن الظن آمين هذا المكسب الصدق لأنك تلقى لك جمهور مثل كذا صحيح يتصدق عنك ويقول بالخير عنك الله بيضوا وجيهم تستاهل ويستاهلون الشباب جميعا في ملحظ ودي أقوله ولازم أقوله لنا في الخاطر ليس بحسدا في التبرعات عن الشباب لأنهم يستاهلون هذا الشي يسعدهم لكن وجهة نظري تأيدوني ولا لا أنه الواحد ما أجمل إذا كان ينفق ينفق على والدة عن والدته عن نفسه زين؟ ثم ينفق عن من يشاء من المسلمين لأنهم الأولوية أنتم مشكورين تبادرون عن الشباب وتنفقون عنهم لأنكم حبيتوا تواجدهم يعني أبقوا أثر في البرنامج لكم حبيتوا تختمون هذا البرنامج بهذا الأنفاق اللي يسعدهم وراح يبسطهم مو معنى كلامي هذا أني أرفض لا لو جاءت الصلاة قادمة راح نستقبلها والشباب يستهلهم كل خير لكن وجهة نظري لما الواحد ينفق عن أسرة فلان ابن فلان أفرح والدك والدك اللي يشوف قص المقطع ارسل والدك والدك إذا كانوا نايمين الآن فرحهم بكرة بأنك أنفقت عنهم وأسعدتهم أرى هذه وجهة نظري هل صحيحة أم لا يا شباب أم ضربت لها شعيب ما عجبتكم لا صحيح لا في الاس ما عجبتهم طيب أحمد الفراج كلامك جميل جدا أبو عبدالله أنا أعتقد أنه اللي يتبرعون بس مع الشباب اندل إذن على أننا أصبحنا المتسابقين والقناة والمشاهدين من عائلتهم زي العائلة الوحدة لذلك هم يتبرعون بنية الشباب أيضا كلامك أنت أن الأقربون أولى بالمعروف لا شك أن الوالدين والأهل والأقارب هم أولى بالمعروف وتقديم المعروف ولا شك أنه أصلا الشخص اللي يقدم الصدقة لله سبحانه وتعالى بنية أي شخص فهو يؤجر عليها ويؤجر عليها من ربه جميل أعطيك العافية يا أحمد الفراج فيها تبرع لأسرة عادل بن هيف مبلغ 500 ريال وصلتنا من الجمعية الآن سجلها أسرة عادل بن هيف من فاعلة خير وهنا سهم 500 ريال من أم عبد الله عن والديها وموت المسلمين سجلها أسرة أم عبد الله مبلغ 500 ريال تزاك الله خير يا أم عبد الله محمد زعيزعي وش تقول مني سهمنا العوائل المتسابقين كاريزما ليض الله وجهك وجهك إذن أسرة كاريزما نسميها أسرة كاريزما من الزعيزعي صح عليك طيب فيها 100 ريال من أسرة رائد حنا الأسر اللي بالاتصالات نستقبلها اللي ب500 ريال اللي من أراد أني ما عنده 500 يبغي ينفق بأقل يرسل الإيصال على الواتساب الجمعية اللي موجود الرقمس في الشاشة وقل لهم هذا الإيصال أسرة فنان ابن فنان وأي أسرة أنت تبغى الله يكتب أجرك في هنا 100 ريال من شفية القرني بنية والدها محمد القرني الله يخلف عليك ويرفع قدرك وزيدك ونواسع فضله وكرمه يا رب العالمين طيب فيه البعض الآن يقول جاسي ندخل تطبيق الراجحي وفيه عطل ما قدرنا نتبرع بإمكانكم عن طريق متجر إلكتروني اللي موجود في تويتر أنا غرّت الآن أدخل في حسابي أو حساب جمعية البر بيضان وادخل الرابط عن طريق الأبل بي تقدر تبرع بشكل سريع أنا قبل شوي حصل لي قبل ثلث ساعة نص ساعة دخل التطبيق الراجحي جيت أبغى تبرع نفس الفكرة لكن بإمكانك عن طريق متجر الأبل بيت تبرع بشكل سريع وقبل معي غرّت فيه في حسابي في تويتر أدخلوا حساب ناصر غامدي في تويتر تلقون أول تغريدة الرابط موجود فيها أدخل وشارك البعض يقول كيف في عندكم أيقونات سهم الخير سهم الوالدين سهم كذا سهم كذا أن تضغط على أي سهم لما تضغط عليه يطلع تحت المبلغ قيمة السهم ثم بعدها على يسار مكتوب تبرع أضغط تبرع ثم يطلع لك تحت أيقونة أبل بي أو التبرع بالأسود أضغط عليها ثم تبرع بالمبلغ اللي أنت بيه عن طريق ضغطتين من اليمين أو بالطريقة اللي أنت ضبطتها مع نفسك في جوارك طيب اتصالات مستمرة معنا من معنى اتصال يا شباب طيب ما شاء الله تبارك الله بمبلغ خمسمائة ريال من فاعل خير بنية المتسابق عادل بنهيف استاهل عادل طيب جابر القحطاني جابر مفزع القحطاني يتبرع بمبلغ مئتين ريال ويتمنى تدعو له بالشفاء ولأولاده بالثبات ادعو له يا شباب آمين يا رب العالمين نسأل الله أن يمن علي بالشفاء والعافية وأن يصلح لك النية والذرية وأن يحفظ لك أولادك وأن يجعلهم قرة عين لك يا رب العالمين هنا في سهم مبلغ خمسمائة ريال من فاعل خير للمتسابق وأسرة المتسابق وليد الزهراني مع الاتصال من أختنا نورة حياك الله يا نورة هلا هلا وسهلا حياك ألو نورة كلمينه من التليفون والتليفزيون قصري عليه ولا قومي مكان آخر تكرم صحيح صحيح هلا تفضل يا نورة من وين من أي مدينة يا نورة من الخرج من الخرج حياك الله وحيا الله الخرج كلهم نورة مبلغ خمسمائة ريال عن أسرتك اسم الأسرة حتى تكتب ويأكل لك الدعاء ونسأل الله أن يقبل منك كم المبلغ ثلاث 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 ريال ما شاء الله تبارك الله وتحية النورة الله يكتب اجرك ما أسمعك الله يبيض وجهك ويرفع قدرك ويجزاك خير يا رب العالمين بنية متسابق راكان بملهي وعن والدته وعن المتابعين راكان بملهي تبرع يصل بنيتك ونيت والدتك عليه من الله الرحمة ويش تقول أفتح مائكك لو سمحت لا تقفل أقول الله يجزاهم خير خير الجزاء والله العظيم يا أبو عبد الله أن أعيدها وكررها أن المكسب من هذا البرنامج الصدقات التي تتوالى والدعاء لأم يجعل عظامها في الجنة هذا شيء يثلج الصدر يا أبو عبد الله فأنفقوا قبل أن توصلون في يوم لا ينفع فيه لا مال ولا بنون موتانا في حاجة للصدقة وأقول بيض الله وجه كل من ذكرهم ويبدعوا أو تصدق عنها والله هذا من الكلام موجد يا أبو عبد الله لكن ما للا أقول شكرا لهم والله يجزاهم خير إن شاء الله ولا يريهم مكروه بإذن الله آمين يا رب العالمين أعطيك العافية لازالت الاتصالات مستمرة ومعنا اتصال من من؟ شباب الكنترول ريمة الغامدي حيك الله يا ريمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تبرع قيمة ألف ريال ما شاء الله خمسمية بنية أهلي وخمسمية بنية أهل راكان ملاحي ما شاء الله تبارك الله استاهل راكان وشكرا ريمة الغامدي يعطيك العافية على هالمبادرة بيض الله وجهك أسرة ريمة وأسرة راكان بملاحية فهات أعطيكم العافية اللي تنفقون شو ما شاء الله الغمت جاسين تبرعون دراهمهم واجد صح الله يكتب أجر كريمة يعطيك العافية على هالمبادرة دائما عودتونا على مشاريع الخير أن تكونوا حاضرين وموجودين ومتواجدين مو بلأجل ناصر ولا بلأجل الشباب لأجل الله سبحانه وتعالى ثم لأجل اليتيم الطفل الصغير والفتاة الصغيرة اللي فقد والدها وفقدت والدها قبل سن الخمسطعش أطفال بريئين ما لهم إلا الله سبحانه ثم أنتم يا أهل الخير مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فما أجمل نكون مع بعض المؤمن المؤمن كالبنيان يشدوا بعضه بعضا من لا يرحم لا يرحم إذا كان اليتيم ما رحمناه وش الرحمة اللي في قلوبنا فلابد أن يكون عندنا رحمة لليتيم للمحتاج للمسكين للمطلقة للأرملة للمهجورة لا بد يكون عندنا رحمة حتى يرحمنا الله سبحانه وتعالى لأن حنا ما رح ندخل الجنة بأعمالنا أبدا قالوا ولا أنت يا رسول الله قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فحنا نبحث عن رحمة الله في أي مكان وفي أي منفذ ممكن نشوفها في الآن الإنفاق والصدق باب لرحمة الله سبحانه وتعالى الآن تواصلوا وأنفقوا إذا كان في عطل في تطبيق الراجحي المتجر أكتروني موجود بإمكانك تتبرع وتشارك من خلاله وأنا غررتها في حسابي في تويتر أضغط الرابط ثم تبرع عن طريق الأبل بي في خمس ثواني صدقني مو أكثر منها تقدر تتبرع وتشارك معنا فيها الخير أرسل إيصال على الرقم الجمعية عندك درع بخمسة ألاف عندك درع بعاشة ألاف عندك بطاقة إهداء حصل عليها عندك وثيقة تأسيس أنك أنت أسست هذا الوقف في مكة المكرمة يرسلونه عليك في الواتساب أطبعها وليحط في جوالك أحفظها تكره يوم الأيام وتنبسط تقول يا رب لك الحمد إن روح مكة في حج والعمرة والزيارة وتشوف هذا الوقف بعد ما يرسلونه عليك الجمعية وتروح تشوفها قال رب لك الحمد كان لي سهم سهمين خمسة عشرة في هذا الوقف والله العظيم إذا رحنا مكة عندنا مشاعر روحانية المشاعر الجميلة الإيمانية ها وانت رايح وتشوفها العمارة الكبيرة وانت مشارك فيها بمثل هالأموال البسيطة اللي هي ترف الأخيرة ترمال الله الله عطانا إياها اليوم وممكن تزول مننا بكرة كم من غني افتقر وكم من فقير اغتنى ولا لا الله سبحانه وتعالى مقدر الأمور والله يذكر قصة لرجل عمال كويتي تابعتها يتكلم كان يملك مليارات المليارات كان يقول أنا سيارتي من فخامته ومن الأموال اللي عنده كان سيارته من ذهب كان قصرة عنده سبائك ذهب في قصرة يركبها حتى على الدرج من الفخامة في يوم من الأيام خسر بعد أزمة معينة خسر المليارات هذه كلها فلما عملوا معها لقاء قالوا وإيه فلان الآن اللي كانوا الناس كلهم يرحبون بها في كل مكان كان إذا حضر مكان الناس كلها ترحب به وتهلي ومبسوطة بقدومه الآن وش وضعك قال الآن وضعي أمشي على الضمان الاجتماعي موجود اللقاء في اليوتيوب أمشي على الضمان الاجتماعي شوف كيف كان غني ويشاره بالبلان عنده يعني كل العرب يعرفون هذا الرجل لكن في يوم الأيام بسبب ماذا الله أعلم ما ندخل بالنوايا لكن في يوم الأيام أنت غني ممكن يفقلك الله ممكن أنت فقير يغنيك الله ترى هذه باب الصدق باب المفاق باب خير أنه الله يغنيك فيه سليمان الراجحي الله يمسي بالخير عرفت قصته وانتشرت في المقاطع وشفناها لما وضع ما أدري كم مليار في الأوقاف قال خلاص أنا حاجات الشخصية اللي لي راح أخذها من أوقافي زين يقول حطيت مليار أو مليارين يقول بعد سنتين ثلاث سنوات تدبلت ثلاث مرات لأنها نواها لله قال خلاص أنا في الدار الآخرة وزع العيال التركة ها والأموال يباقي عندها مليارات حطها في الأوقاف قال أنا خلاص ما عدا بي إلا الله والدار الآخرة يقول بسبب أني نويتها لله تدبلت بطريقة أنا ما كنت أعيها ولا أدري عنها ليش لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص سماء لمنصدقة بل تزد بل تزد بل تزد كررها ثلاثة عليه الصلاة والسلام هذه القصص تعلمنا حقيقة الصدقة والإنفاق نحن المستبيدين منها في الدنيا والآخرة راكام بتقول شي بعدها الشيء هذا أن ربي سبحانه وتعالى إذا حب عبد ابتلاه فإنه يكون معك مال وثير وبعدها يبقى معك ولا شيء فممكن هذا الشيء أنه في صالحك والربي بقربك له شلون طيب وشلون تعمل بالأسباب قربك من الله سبحانه وتعالى التزامك بصلاتك بأذكارك ناهيك عن ذلك الصدقة أيضا فلا حد يقنط من رحمة الله فالله أرحم على العبد من والديه عليه ومن نفسه عليه فاللي وصل للمرحلة هذه أنا أشوف أنه لا بد أن إيمانه بالله يقوى ولا بد أنه يفعل بالأسباب ويعمل بالأسباب منها الصدقة منها التقرب من الله سبحانه وتعالى بأعمال الخير منها منها يطول عمر السلامة المحافظة على صلاته في وقتها ممكن الإنسان يكون مقصر فيه شيء وربي يبتري فيه شيء عشان يقرب منه الله سبحانه وتعالى صحيح جزاك الله خير بيض الله وجهك هنا أحد الأخوات الصلحي أعتقد الأخوات تكبر أستاذ ناصر أمي جاسة تابعكم محابة أحد الأخوات أفرحها بالتبرع عنها بنية شفاءها من مرض السلطان ونية أن الله يبطل ما في بطنها من سحر وأن الله يهدي إخواني لها ولا تنسونها من دعائكم تكفوني يمكن في أحد منكم أقرب مني إلى الله وأرسلة الإيصال أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنع على والدتك بالشفاء وأن يفك سحرها عاجلا وعليها بالرقية الشرعية والقرب من الله وقراءة صورة الفاتحة مرارة ونتكرارة ففيها البركة وقراءة تاية الكرسي وغيرها فما أجمل الإنسان أن يحصن نفسه وأن يتصدق لأن في الصدقة الشفاء مثل ما قال الحبيب المصطفى داو مرضاكم بالصدقة معنا الاتصال وتبرع قادم بمبلغ خمسمائة ريال فأعلى من من يشاهدنا حياك الله معنا الاتصال يا شباب طيب الساكلة بالخير ألو هلو سهل نتعرف على الاسم عنود زراني حياك الله يا نورة عنود عنود زراني عنود العنود حياك الله العنود بتتبرعين الوقف في مبلغ كم خمسمائة ريال خمسمائة ريال واسم الأسرة عنود الزراني استاهل وليد الزراني أسرة العنود وليد الزراني كذلك وليد الزراني ويش تقول في أكثر من تبرع بنيتك ولك كلمها أكيد للناس اللي جاسين يقدمونك الخير اللي ينفعك في دينك ودنياك ما يكيك يا وليد شغال أعتقد طافي واسم حمد فراج لو تفزع أقول الله يزاهم خير ويكتب أجرهم ويجعلها إن شاء الله خالصة الوجه الكريم وهذه الصدقات خزينة لهم يوم القيامة إن شاء الله أنا ربي يقي مصارع سوءهم في الدنيا وإن شاء الله أنا ربي يبارك لهم في رزقهم إن شاء الله أنا ربي يعني يغفر ذروبهم فيها الله يزاهم الله في خير آمين يا رب العالمين شكرا يا وليد هنا تبرع من السمسة أو السمس أعتقد اسمها كذا بمبلغ مئة ريال أو أسماء سعد محمد الغامدي شكر الله لك والله يتقبل منك يا رب العالمين تبرع آخر أعتقد تطبيق الراجح يفتح الآن مع الناس لأنني جالس نشوف إيصالات كثيرة بتاريخ الآن وبالوقت الحالي يتبرعون هنا أحد الخوات تقول تبرع بمبلغ خمسمائة ريال دعواتكم لأمي بالشفاء بالصدقة بإذن الله تشفى والدتك وأنا أسأل الله أن يشفيها ويعافيها ويشفي مرضى للمسلمين وهل يوجد حساب للبنك الأهلي في وقف الأم لا يوجد في بنك الأهلي لكن بإمكانك التبرع عن طريق رقم الأيبان ليظهر أسفل الشاشة اللي يبدأ بـ ثم الرقم الطويل وتتبرع مباشرة والحوالي السريعة الآن صار يصل المبلغ بشكل عاجل الآن مع الاتصال قادم من هو عطونا الأسماء يا شبا مرحبا مساء الله بالخير حياك الله نتعرف على اسم طال عمرك عبود العصيمي ونعم ونعم عبد الله أو العبود عبود العصيمي عبود العصيمي ونعم أحلمني دلع نفسه حياك الله يا عبود أول شيء ما شاء الله عليك الله يأكل منك إن شاء الله يوفقك آمين يا رب العالمين ويصلح لك النية والذرية أنت القائم بهذا الكلام كله الله يطول عمرك يرفع قدرك ويجعلين حصن ظنك من الجميع ويجعلين حصن ثلاثة ثلاثة ريال ثلاثة ثلاثة ريال ما شاء الله تبارك الله تحية العبود أسرة الحمد أسرة الحمد الحمد والأحمد ألفن عن الشباب كلهم اللي في القناة في الواقع ألفن عن كانت أسرتك الله يرفع قدرك وإجزاك خير وبيض وجهك أجزاك خير وإجزاك عمنا خير الجزاوي يكثبنا أمثارك المبادرين المنفقين المتبرعين شكرا شكرا الله يسعدك لبيه أقول الشباب كلهم ألفن عنهم كلهم نحن نتعامل مع كريم ما هو قليل ألفن على الشباب إن شاء الله عن أسرهم كلهم عنهم عن أسرهم الله أنت لو أنت من محبتك الشباب ومحبتك للحاضرين لو طال عمرك أنت في كل كرم ولو تعزم كل واحد فيهم في وقت مختلف بتعز شيئا بلف وخمسمائة بلفين وخمسمائة فأنت الآن عطيتهم شيء أفضل من العشيات والغديات فإن شاء الله لك الأجر لك الخير أعطيك العافية وبيض الله وجهك يا جمعة الخير هناك مسألة والله العظيم أنتبه لها أنتم مهل كرم وعيال قبائل وحمايل لو جاءك ضيف في بيتك وفي محلك والله لو تستلف يمين ويسار عشان تكرم ضيفك وتبيض وجهك والكرم من الدين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفها فتكرمه بألف، بألف، ثلاث، ثلاث، بأربع آلاف علشان تنال الأجر وتبيض وجهك وتقوم بالواجب فالآن ما أجمل أنه نكرم أنفسنا ونكرم أسرنا فالآن الحملة هذه خليناها لأسرنا أكرم أهلك وأسرتك بقيمة ذبيحة والله ما هي بصعبة تكون أحيانا على النفس ثقيلة زين وتتثاقلها لكن لما أنت تعطيها ترى الله بيخلف عليك لأن الشيطان في الطرف الثاني مثل ما قال الله في كتاب من يجاوه يعطيه ثلاثمائة خطوة الشيطان يخوفنا ويخلينا نتأخر ويعدنا بأمور الله قال في كتابه ها النجاشي الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان الله سبحانه وتعالى يقول الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا يا السلام ثلاثمائة خطوة لإبراهيم النجاشي شوفوا كيف الشيطان يعيدكم الفقر لما تتبرع أحيان مثلا كلامي يقول لو بتكرم أهلك وناسك بألف وخمسمائة إلى ألفين قيمة ذبيحة واللي معها لما نقول الآن انفق بهذك أكرم أهلك بقيمة ذبيحة في مثل هالوقف الشيطان يثقل عليك لكن الله يقول يعلمنا الله الشيطان يعيدكم الفقر ترى يخوفكم انتبه لا تنفق الله كمل قال والله يعيدكم ايش مغفرة منه ورحمة فالله يعطيك المغفرة والرحمة وهي اللي نحن نبغاها ولي نحتاجها لأن ما رح ندخل الجنة إلا برحمة الله هنا عائلة صالحة أحمد إبراهيم الهلال يتبرع الله يتزاه خير ويكتب أجرها عن عائلتها وهنا التبرعات أنا جاء سأقرع عندي في السناف الخاص فتحت الخاص اليوم لعيون أهل الخير حتى إن أخوي ناصر في فكرة الآن حلوة تقولها على البث عطونا الفكرة يلا اليوم احنا معكم هنا أختنا أسماء تتبرع بخمسمائة ريال تقولوا عن والدتي عزة من قاش الغام دي تزاهل الله خير تستاهل عطونا اتصالات يا شباب واللي تبرع وينفق يا جماعة الخير يرسل إيصال على رقم الجمعية اللي موجودة أسفر الشاشة سلطان العنزي صاحب الفكرة الفلين الجميلة اللي خلاص أو شكنا على نهايتها الفلين في بدايته كان أبيض قوله قوله عادي لا خلاص سوّل تويت أي وضع تويت شمال أنبلي ضميري أنا أذكر أول وردة والله حطناها عند مجلس الحكمة وكانوا أباء أنا تتكلمون الصباح حطنا أول وردة شوف الآن بقي ثلاث وردات تحت ما شاء الله تبارك الله يعني الآن خلاص معت في مكان ولا مكان الزاوية اللي تحت عند ثلاث وردات ثلاث وردات خلاص يلا الفلين هذا شبه اكتمل باقي ثلاث وردات وأحلى وردات عبد الله يزينة لأحلى الخير صالح بالصورة حلو أنت ما شاء الله عليها طول لي عمرك مع الورد ما شاء الله يعني أنا اللي مجملها تكسر يا أنا شهد يا حبيبي طيب معنا تصال من ريم العتيبي حياك الله يا ريم يا ريم لو تكلمينه طيحت ورده عن نسبة واحد المئة طاحت طيب يا ريم حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أبي أتبرع بخمتنية أيوة ريم كلميني تكلميني بالتلفون قصري التلفزيون تلقى هذا الشيء من زمان ونحن نقوله خلاص شمز عن أبي أتبرع بخمتنية طيب أسرة من بنية أسرة في وبنية متسابقين وقروب الرادار أوه ما شاء الله استهلون قروب الرادار أسرة حريم العتيبي والمتسابقين قالت الرادار صح إيه والله طرع لهم ناس يحبونهم طيب استهلون الزملاء سعود العتيبي وعلي الغامدي ونواف التميمي من ينفق عنهم تعبوا بذلوا وواجهوا الصعوبات والتحديات لكن هذا جزاء من ينتقد الناس بقسوة ولا لا طيب اتصال قادم سمعونا وعطونا الاتصالات باقي ثلاث وردات في الفلين ودي مخرج تطلع الثلاث وردات أنا بس ودي عرف الثلاث وردات أين تحطها تحت هنا طيب معنا اتصال من من يلا عطونا اتصالات ايمان حياك الله ايمان الله يحييك أنا اتطرد خمسين من من صديقاتي الله ما أجمل الوفاء بين الصديقات الله يسعدك وبيض الله وجهك وشكرا لك وهذه الصداقة اللي فيها الوفاء وفيها الكرم أعطيك العافية ايمان على هالمبادرة واللفتة الجميلة اللي الإنسان مهما كان ما ينسى الأصدقاء والصديقات فيض الله وجهك كثرة من أمثالك ايمان عن صديقاتها يلا روح اللي بعده عطنا الاتصال اليوم ثلاث الاف سهم بإذن الله هم غطينها مغطينها بإذن الله طبعا يتصلون الآن اتصالات ما ندري هل حول الإصالات وإلا لعى الجمعية حتى تكون أكثر شفافية أو وضوح فإذا تبرعتم يا من اتصلتم ارسلوا الإصال على الجمعية مشكورين الله يكتب اجركم يحرم عن وجيهكم النار وحتى كذلك تحصلون على بطاقة اهداء ووثيقة تأسيس من الجمعية يرسلون عليكم بأسمائكم وبأسماء من أنفقتم عنه اتصال قادم ومع من يلا فهاد واقف ودي شوف خطك فهاد أنا ما سمدري كيف طيب فهاد يقول المخرج طيب المخرج اللي فيه عتب عليك يا فهاد يقول فهاد جارس يكتب شيء مو بزين يعني أسرة إيمان طيب هي قلت عن صديقاتها اكتب أسرة إيمان عن صديقاتها هو باختصال عشان لسه ما يروح دويل بس ولا هاي النية واصلة هي صعوبات تعلم عندك ولا شيء لا لا طيب هي قلت عن صديقاتها تصفقون لي صديقاتها صديقاتها ها ها يا سلام عليك براو عليك فهاد طيب تعلم والله خطك ما شاء الله جميل يا فهاد أخطيك العافية ما شاء الله تبارك الله طيب الجمعية يتواصلون معي ويفرحونا باكتمال الوقف اللي وصلنا فيه إلى 97% باقي 3000 سهم كل سهم بمئة ريال نفرح اليوم باكتمال هذا الوقف يحسبون الجمعية الحسبة واللي اتصلتوا ارسلوا الإيصالات حتى إن شاء الله الجمعية يبلغونا بأخبار حلوة وتغطية الوقف اليوم بإذن الله على خير اتصال من ريمة ريم اليوم ريم وريم مرحبين ومرحبا بكم يا أهل وسهل يا ريم السلام عليكم وعليكم السلام من أي مدينة يا ريم من رياض حياك الله كم التبرع وكم وصحب وعمر ورشان وزعيز وعادل قل لي المتسابقين كلهم ريحين الله يزعدك ويد وجهك أسرة ريم والمتسابقين يعني عشان ما الموضوع ما يمسك مع وليد الصبور كثير راكان وزعيزعي وعادل وعمر هذا اللي سمعت صح؟ ايه طيب أول شي الله يجزاه خير الشي الثاني طلب بسيطة بعبد الله لبيه يا صوت اندعاني ولبيه علم أباضة لا يأخذ زوم على وجهه عشان السن طيب أباضة لا تأخذ زوم على وجهه عشان السن لن أشوف وطلع في الشاشة والله يباحبش بالعكس أنت جميل الله يرى قدش من تكفعولك ولا السني روح يجي كبر يا باضة كبر طيب يقول المخرج يجيه الثاني ما عليك طيب وليد زهراني سم كنا السني روح يجي طالح العصيمي هو العصيمي وراكان برنامج ذا برنامج حروب ما هو بعده برنامج ألفة وهدوء واحد مكسور يده واحد مكسور درسه واحد الله يعين طيب خلاص يا شب باقي أيام وينتهي البرنامج رحوا لأهلكم يعني بالبقايا أحلى تشليح وعلى الاتصال قادم يلا نبين أفرح اليوم بهالإنجاز يا مشاهدي الخير باقي ثلاث وردات وباقي ثلاث ألاف سهم كل سهم بمئة ريال يتغطى وقفنا ومفرح الأيتام والمحتاجين هناك في ظلم الموياه يقولونها الظلم والجمعية أنهم يأخذون الوايتات يبعدون يروحون إلى مئة وخمسين كيلو إلى مئتين كيلو حتى يوفرون الوايتات ويسقون الماء هناك في ظلم نحن الآن نسقي الماء والله فتحنا باب خير وأفضل الصدقة مثل ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم سقي الماء فأنت الآن بتبرعك راح تسقي الماء والرسول يقول أفضل الصدقة فليش ما نحط أموالنا في وقف يسقي الماء مئات السنين إلا تكون آلاف السنين اتصال قادم من من؟ من معنا يا شباب اللي في الكنترول؟ شباب ترى أنا شوفوا الصحون كثير جدا لو تضعوا الكنترول هناك أفضل حطوا الصحنين ولا لا؟ هذا شكل لا راح تفتح كلها ايه بس لدي عند تسمية ولا شكل بس تكسد لا فقط شكل لا يريد أريد صحنين تذهب عند الكنترول لو تفتحها كلها ايه ولا لا يا عيال؟ ايه اكيد اكيد احضر الله احضر الله احضر الله احضر الله احضر الله طيب حسن بالشباب يشوفهم متحمسين هنا طيب الاتصالات كنترول أمرنا مساك الله بالخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتبرع ب300 ريال عن المتصابق بنيت محمد السالم محمد السالم الساهل محمد الله يشفيه أسرة محمد السالم من قالتك ذلك؟ والد محمد السالم شكرا شكرا يعطيك العافية نفس الله هي علي العظيم ان يشفيه والد محمد السالم ويمون عليه بالصحة والعافية وطولة العمر على طاعته ومرضاته اذا لازلنا معكم ومع مشاركاتكم وانفاقكم لهالوقف اللي هو في مكة ومكة ما احلى مكة اذا كنا نروح مكة ونحرص على النوافل والفرائض لانه بكل صلاة مئة الف صلاة والعلماء قالوا انه حتى الاعمال الثانية الصالحة الاجور فيها مضاعفة فما اجمل انك تنفق لما تنفق ريال كأنك انفقت مئة الف ريال ما بارك لو تنفق الف ريال كم تنفق من الملايين فهذه في مكة الاجور مضاعفة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم بادروا وانفقوا المتجر اكتروني غررت فيه في تويتر وكذلك تطبيق الراجح بإمكانك تتبرع جمعية البر الخيرية بظلم أو عن طريق اي بنك اخر عن طريق الايبان ليبدأ بس اي كابيتل توكلوا على الله خلونا اليوم نفرح بتغطية وقف الام بمكة التابع لجمعية البر بظلم خلونا نفرح الايتام هناك واللي زاروا جمعيات الايتام يعرفون حاجة الايتام لاستلال غذائية حاجتهم التعليمية وحاجة كسوة الشتاء والصيف وحاجة الامور الطبية والصحية كلهم يحتاجونها ما يقدر يوفرها لنفسه ولا والدته تقدر توفرها له فما اجمل حنا نقدر نوفرها بمثل الوقف اللي يكون دائم مئات السنوات وانت حسناتك تمشي والأجور تتضاعف وانت تكرم اليتيم والمحتاج أسأل الله أن يخلف عليكم خير وأن يبارك لكم فيما تنفقون وعطونا الاتصال القادم الاتصال القادم يا كنترول فهدم طيري لك كلمة وتقولها اي اتصال بلغون يا شباب فهدم طيري واش تقول باقي ثلاث الاف سهم واعتقد الآن مع الحركة اللي شفناها ان شاء الله تقدمنا كثير وخلنا شوف جوالي الجمعية ممكن تواصله معي أقول باذن الله باذن الله أنت بي تقفل الليلة باذن الله ولا شفت نفسك علينا انت بعد ما اكتملت أسهمك ثلاث الاف سهم وين يعلم الله يا أبو عبد إلال لو أني أملكها والله أني لأقفلها يعلم الله كفو بإيضاء الله وجهك أعطيك العافية هنا تبرع خمسمائة ريال من أحد الإخوة لم يذكر اسمه الله يعطيه العافية أو ذكر اسمه باسم جدتي ضبيا عبد العالي المطيري تشاهدكم على الشاشة حالا وديها في الرحة تسمع اسمها تكفية ناصر قبل جدتي تقوم وتنامع بها تسمع اسمها واحد وتبرع عنها الله يكتب أجرق أنا فضحتهم قرأت الرسالة كلها طيب اسمها ضبيا عبد العالي المطيري لبي عادل قدات والله أنا مبركة هي والله يحضن أحلى تسليك يا شباب لا كنت مركز يا عادل اتصال قادم ريم الميزاني ما شاء الله المطلال اليوم شعلين يا ريم حياك الله انت فرعيني يا ثانية انت مرة ثانية تتصين صح اي تفضلي يا ريم ابنية أمي وبوي وجدي الله يرحمه وفهد مطير وركان عمر وزعز الوليد وعادل ما شاء الله تبارك الله الله يسعدك يعني اسرة مين بس انت حيرتينها ريم الميزاني شكرا يا ريم اسرة ريم الميزاني والمتسابقين بيض الله وجيحة احطيها العافية ما شاء الله شوف تبرعات في الاستناب عندي في الخاص يبدو على الصبورة امتلت طيب بجيك محمد السالم هنا تبرع بنية اهلي ونية شفاء والد محمد السالم بمبلغ خمسمائة ريال كتب الله اجر من انفق اسرة محمد السالم ونية شفاء والده محمد للك تعليق بعد التبرعين اللي سمعناهم المتصلة و المرسل اقول لله يزاهم خير الله يزاهم خير والله شوفوا سنابي بس كيف ما شاء الله لحركة التبرعات فيه ما شاء الله ما شاء الله الله يكتب أجرك بحرع عن وجهكم النار محمد السالم اسف لمقاطعتك حبيب قلب يا ابو عبدالله تسمي الله يقول لي احظك بالاجر والله يفت باجرنا جميعا والله يزاك كل منا تبرع بنية شفاء الوالد الله يشفيه ويعافيه يا رب ويرفع عنا التعب والله يزاهم خير وهنيئة لهم هالأجور الأجور المضاعفة في وقف الأم بمكة ما شاء الله ما شاء الله يعطيك العاب يا محمد والله أنا في السناب عندي بالخاص والله يا جماعة الخير يتحدث يتحدث دائم في الإصالات كثيرة والتبرعات كثيرة والاتصالات يقول الكنترول ودينا وقفها لا لا توقفونا عطونا عشان ويلد زهراني باقي الخانة الأخيرة يقفلها معنا فعطونا الاتصال قادم أميرة حياك الله ما شاء الله ما شاء الله أحلى قطع اتصال شكرا أميرة اعطيك العافية نية وصلاة تكرر الاتصال مرة أخرى اتصالي بعده طيب يا جماعة اللي في السناب الله يسعدكم وكانكم التابعون لا تتصلون علشان أعرف أدخل وأقرأ بعض التغريدات الرسائل والتبرعات طيب والله ما عرفت أدخل واحد يجي يجري معي تعال شوف تعال تعال راكال لا تتصلون رجاء اللي في السناب حتى أقرأ بعض رسائلكم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله أشوف الرسائل ما شاء الله تحديث سريع يا راشد لدق طيب شاهد اختنا شاهد حياك الله تقدر تدخل لا والله ما شاء الله والله العظيم ما أقدر علك عشان تعرفون النجمة وكذا يا شباب لسه حياك الله يا شاهد السلام عليكم سلام ورحمة الله أبغى تبرع بنية ريال طيب بنية إبراهيم العصيمي ويدعو اللي بالشفاء عبد الرحمن العصيمي ولا إبراهيم العصيمي من ربعك هي من ربع إبراهيم العصيمي إبراهيم العصيمي شكرا لك والله اكتب جرك أحلى جحفل يا عبد الرحمن العصيمي طيب عني نية عبد الرحمن إبراهيم العصيمي ما فتح زادة زادة ليدقون بعد يعني الموضوع ناد طيب يا جماعة لا تتصلون الله يرحموا لديكم ترى بقفل السناب على كذا أبغى أقرأت تبرعاتكم لكن البعض يخرب باتصالات في ذا هدد الاتصالات رجعت اتصال قادم ويا جماعة ليتصل من 500 ريال عن الأسرة الكريمة فأعلى اللي أقل من 500 ريال يرسل إيصال على الجمعية والجمعية رح يرسول لي في الواتساب ورح أقرأ بعض رسائلكم في الواتساب رجاءً وبليز أنا ما الله أستحيني يا واحد يتبرع 100 ريال أقول لا معلش علشان كذا خلونا حبايب وفهمين بعض اتصال قادم من رضوان حياك الله ومساك الله بالخير مساك الله بالنور الله يحيييك طفل جوال يا مرحبا يا رضوان الله حياك أتبرع بمئة ريال عن الأنية السلام أم السابقين وأخوي المتوفي حسين وبنية شفاء جدتي الله يشفيها ويعافيها من عليها بالصحة والعافية الأسم اللي ذكر من المبلغ كم 100 ريال 100 ريال عن من عن المتابقين عن أخوي المتوفي حسين وعن بنيت شفاء جدتي يا أخينا ما سمعت المبلغ كم 100 عن أخوه وجدته أخوه متوفي حسين طيح 100 ريال شكرا أعطيك العافية رضوان طيح هذا الوقت في المبارك اللي إن شاء الله نفرح اليوم بإكماله لأجل أنه يبنى وينتهي ويكون له ريع وإيجار سنوي ممكن يبنون به وقت ثاني وأنت حسناتك تمشي مع هلواء أوقاف الدائمة وأيضا إيجارة وإيرادة راح يكون للأيتام والأرامل ومطلقات تفطر الصائمين وسقي الماء وتفريج الكرب عن المكروبين والله هنا باب خير يا جماعة الفضل لله ثم لها الجمعية اللي فتحت المجال لأبواب الخير والالتماس رحمة الله سبحانه وتعالى لنا لأننا بحاجة رحمة الله فلما ننفق نلتمس رحمة الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأوقاف وفي مثل هذه الأعمال المصرحة والمرخصة لها بجمع التبرعات عبر شاشة قناة الواقع الفضائية اتصال من نادية حياك رأي نادية هلا يا هلا وسهلا هلا وسهلا كم المبلغ وعن من من أسرتك أو اسم الأسرة اتبرع عن آلاف ناظر الغامدي والله يكتب أجرك 824 ريال كم؟ 824 824 824 بيض الله وجهك والله يحرم عن وجهك النار وإجزاك خير يبارك لك يغنيك من واسع فضله وكرمه لو ما في الإعلام من خير وبركة إلا أنك تسمع مثل هؤلاء الناس اللي يتصلون وينفقون بنيتك ونية أهلك لكفى بذلك وهذا والله الخير اللي ممكن يحصل للإنسان في خروجه في الإعلام وفي السوشال ميديا أنه في ناس تابعك تدعي لك وتنفق بنيتك أفضل من الإنسان يبعد عن الأضواء ويكون الحالة من خش ما أحد يبداري عنه ولا أحد ينفق عنه ولا أحد يدعي له فما أجمل أن يكون الدعاء والإنفاق عندك كل من يشاهدنا الله يحرم عن وجهكم النار عبد الرحمن العصيمي قول أبو عد لله الله يزاهم بالجنة ويكتب أجرهم ويجعل في موازن حسناتهم والله يتقبلها يا رب العالمي وإن شاء الله بتلقون هجبال في الجنة إن شاء الله بإذن الله الله يزاهم بالجنة ويعوضهم بخير يا رب الله يسعدكم وبيض وجهك يا عبد الرحمن طيب هنا مبلغ 500 ريال بنية عائلة شمروخ العتيبي شمروخ شمروخ العتيبي شمروخ شمروخ العتيبي بنية عائلة شمروخ العتيبي الله يكتب أجرهم هنا تبرع قادم لمبلغ 1000 ريال يعني عن أسرتين المفروض لكن هم حطوها للمتسابق فهد العطوي استاهل وليد عدل الصبورة شوي عشان تطلع في الكادر مع المخرج كيف تبغى أن يسويها والله أنت حاول تشوف الشاشة وتضبط الأوضاع كيف كيف طيب أنا اللي يرسلي الإيصال يرسل أسرتها الكريمة حتى نقرأ لأن بعض الإيصالات بس كده تمام كده تمام يا وليد المخرج يكون كده تمام فاهمني يا باضا أنا فاهم باضا أعطونا إتصالات آخر آخر ثلاثة صلاة أو أربعة صلاة سريع يا كنترول يلا هنا تبرع تقول ادعي لي وليعيالي وخلي الشباب يدعون ادعوا لي والمشاهدين أنا وعيالي وبناتي وزوجي تبرعت بمبلغ عسى الله يتقبلها نسأل الله أن يمن عليك بالصحة والعافية وصلاح النية والذرية وأن يجمع بينك وبين زوجك على خير وأن يديم المحبة والألفة بينكما هنا تبرع بمبلغ خمسمائة ريال أسرة مشعل يا وليد معنا ولا مع الأسف أسرة مشعل تبرع بمبلغ خمسمائة ريال ويدقول ادعو لنا بأسرة مشعل بالشفاء العاجل وتفريج همومنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همومكم وأن يشفي مريضكم وأن يعافيه وكل من يشاهدنا الآن يؤمنون ويدعون فيه منكم من هو مستجاب الدعوة لو أقسم على الله لأبره فادعوا لمن أنفقوا ادعوا لمن شاركوا ادعوا لمن سيكفلون الأيتام ويكون ذلك لهم نور وجنام بإذن الله عند ربي سبحانه وتعالى هيا معنا اتصال آل من هيا هيا ماشاء الله راية الوقف فاتحين مساحة في تويتر يعطيهم العافية الفهد ومطيري وداخل محهم شخبوط الدوسري جاني إشعار هيا كراي هيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أنا هيا سيري وأداد تبرعت بخمسمائة ريال عنه وعن ذريك وعن بينا وعن أولادي ميك وعن رجيت إبراهيم الشيبي تدعو لهذا الشي الله يجزاك خير يطول عمرك على طاعته ومرضاته ويجزاك خير يجزاك شكرا شكرا لك وليتصالك ودعينا دعينا يم الله يحفظت أدعي لمن ينفق ويتبرع فيه مثل هالوقف أن الله يصلح لنا الذرية الله يتقبل منهم الله يتقبل منهم ويخيب رجاعهم يا رب العالمي الله يتقبل من الجميع ويخيب رجاعهم ويطرح الباركة للجميع إن شاء الله آمين آمين الله يرفع قدرك الله يرفع قدرك ويتقبل منك ويجزاك عندنا خير الجزاء لما نسمع اتصال من أمهاتنا الغاليات مثل أمنا هيا وتبرعها ودعائها يعني الله سبحانه وتعالى يستحي من كل ذي شيبة في الإسلام يستحي الله من كل ذي شيبة في الإسلام فالآن تعتبر جدة اسمعت صوتها ومشاركتها وتبرعها ودعائها قريبا إلى الله سبحانه وتعالى فالله يتقبل منها ويحرم عن وجه النار ويطول عمرها على طاعته ومرضاته ويتقبل دعائها عن كل من شارك وكل من أنفق في أعمال الخير هذه أسرة هيا يا وليد أمنا هيا أمنا هيا طيب في تبرع 500 ريال عن المتسابق أسامة الشمري الساهل أسامة وتبرع 500 ريال عن أحمد الفراج أسرة أحمد الفراج وأسرة أسامة الشمري وكذلك الزميل الجميل صاحب القصائد الجزلة والإعلامي المميز عبيد فارس وأسرة عبيد فارس سمعونا تحية له ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله واحدة يعني تبرعات كثيرة وأشوف مرة يعني ما أنا بجالس أقرى صراحة وأنا بجالس أدخل لكن هنا واحدة الخوات يقول والله العظيم يا ناصر أني أبي أتبرع بس ما أملك شيء وجالس أحس بالغبن والحسرة أبي أتبرع مثل الناس بس ما أنا قادرة والله أني جالسة أنا وأمي وأشوف التبرعات الناس وأقول لأمي والله يا أمي ودي أتبرع عني وعنك وامي تقول يا بنتي بإذن الله بنيتك كأنك تبرعتي الله يتزاه خير ويكتب أجرك والمعلومية دام فيه نية فالله بيكتب لك على قدر نيتك وما أجمل أنه يكون النية خير لأن الله كريم الله رحيم يعطيك على نيتك عمر من هداري بش تقول ما كتبت اسمها صراحة هذه بتبرع عنها وعن نيتها سارة 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 متبرع عنها بإذن الله وعن أسراتها وعن أمها ساهم ب500 ريال الله يرفع قدرك تقبل منه ومنك يا رب العالمين طيب سارة بدون عائلة سارة طيب هنا تبرع ريم تتبرع عن راكان بملهي والدته والده مبلغ 500 ريال ما شاء الله يا راكان الله يتزاه خير يرحم والديها تستاهل الخير فهذا العطوي لك كلمة بعد ما قرأ تبرعك أول شي سارة ناصر الله يجزاك خير على المبادرة طيب هذه صراحة تشكر عليها الله يبيض وجهك ويبيض وجهك ويكتب أجرك الحمد لله يا رب والله أني أشوف فرحة اكتمال الوقف في وجهه الشباب يا رب وإن شاء الله بإذن الله اليوم ما راح ينتهي إلا ومكتب الوقف يا رب أنا ودي الجمعية باعي تواصلهم معي أول بأول بالتبرعات وتسوين تحديث إن قدرتوا تخبرونا وتفرحونا اليوم وما قدرنا اليوم يعني بكرة أو في أي وقت المهم منه وأنا ودي اليوم صراحة ببعنا وقفنا ومعنا تفاعل الناس وتبرعاتهم والهاشتاغ مليان رسائل وإيصالات والسناب عندي بالخاص مليان رسائل واتصالات موجودة الآن معنا ومنها تصال أختنا شهد حياك الله يشاهد أيوة حياك الله يشاهد معاك معاك شهد من أي مدينة من مدينة مهد الدهب مهد الدهب ونعم كم التبرع والأسرة اسمها الأسرة آل سعود أسرة آل سعود آل سعود والتبرع كم خمسمائة خمسمائة ريال أسرة آل سعود والتبرع خمسمائة ريال شكرا لك والله يتقبل مننا ومنك صالح الأعمال ويا من تشاهدونا والله إنه مكسب كبير لما تشوفونا وتدعو لنا فهذا والله الغنيمة ودعو كذلك لمن ينفق ويشارك في مثل هذا الوقف فيه تبرع مئة ريال بنية أحمد الفراج وفيه تبرع يا وليد الزهراني أسرة تركي بخمسمائة وثمانتعاش ريال وبدريا متاور خمسين ريال بنية أمها وجدتها زهل بقمي تتبرع أسرة زهل بقمي سجل عندك أسرة زهل بقمي ألف ريال ما شاء الله تبارك الله وكذلك أسرة نورا المطيري مبلغ سبعمائة ريال وما شاء الله تبارك الله تبرع لأسرة بمبلغ ألف ريال لأسرة واحد منكم اللي هو فهاد البقمي يستاهل ألف ريال بنية أسرة فهاد البقمي زهل بقمي زهل بقمي نورا المطيري اللي بعدها نورا وليس نورا طيب تبرع بمبلغ خمسمائة ريال أسرة إبراهيم بن زيد القحيز أسرة إبراهيم القحيز إذا تعب وليد ممكن يبدل مع واحد غيره لا لا ما تعبت بس نجد صبورة أسرة إبراهيم القحيز سجل القحيز القحيز زيه بالحاء وهنا خمسمائة ريال من أحدهم فعل خير يقول عن أسرة قناة الواقع زهل الله خير وتحية له يا شباب لأنتم تمثلون قناة الواقع بحضوركم ومشاركتكم في برنامج كريزما ما شاء الله الوجه الأول اكتمل يابو عبد الله ما شاء الله تبارك الله 50 اسم خمسين اسم ما شاء الله تبارك الله خمسمائة ريال فأكثر 500 ريال معنا ااتصال من الجوهرة حياك الله الجوهرة جوعانيني شباب أي وأهلا حياك الله الجوهرة من وين تكلميننا؟ من أي مدينة من مدينة الرياض الرياض حياك الله كم المبلغ واسم الأسرة استهل استهل مبلغ 500 ريال أسرة عبد المجيد بن نفال شكرا لك والله يكتب أجرك على مبادرتك ثلاثمائة ريال من جمهور محمد السالم شكرا لهم عطيم العافية ما شاء الله تبارك الله في اتصال قادم يا شباب فيصل الحربي بتقول شي ابنية شفاء والدتي شفاء والدك شفاء والدتي والدتك الله يمن عليها بالشفاء والعافية مبارك الله فيك أسرة فيصل الحربي وعن والدته شكرا يا فيصل والله يكتب أجرك فهد الشهري تسلم والله شكل من تبين من أنت يا الله لا يحلون منك عجبني حماسك وتفاعلك حبيب الله يسعدك لأمان يا أبو عبد الله أشكر كل من تبرع في هذا الوقف أنا والشاب تلامسنا شعور جدا جميل تعالي يا مخرجنا تعال تعبت تعالي أظهاري يا سلام أباك كويس النقاطاتي لكي أتجمع وأقول لك وأنا والشاب والله نشعر بشعور جدا جميل شكرا لكي أتجمع كلامي أقول لك والله والله حين والشاب نشعر بشعور جدا جميل لأمانة وحسيت فعلا بشعور السعادة ونواقف أنا والشاب على الوقف بعد ما امتلكتها جمعية البر الخيرية في ظلم وعقبال إن شاء الله ما يكتمل الأرض فأسأل الله أن يكتمل هذا الوقف ونفرح كلنا بإذن الله بعد شوية وبس والله يا أبو عبد الله الله يدك العافية الله يبيض وجهك سعدك يا رب على هذه المشاركة الجميلة اللي الله لا يحرمنا منها طيب فيها تبرع من قطر من عائلة أسرة عائلة المري تحية لأهلنا وأحبابنا في قطر يقول تم التبرع لأم راكان ولراكان بملهي وجابر آل مسعود من قطر مبلغ ألفين رياض استهلون أكثر صدقة تمحوا الخطايا شكر الله لكم يا عائلة المري على هذا التبرع وأرسلوا الإيصال شكر الله لهم على هذه المشاركة طبعاً من خارج السعودية لا يمكنهم تبرعون لكن يمكنهم أصحاب قارب من الرياض أو من السعودية تحديداً لماذا حددت رياض لا أدري من السعودية تحديداً هم كنا يمكنهم تبرعون عنه تضحك الفراج يا رب خمسين ريال من سالم عبد الله الحارثي كتب الله أجرها من أسرة آل الصالح هنا من شموخ النايف لعادل بن هيف وعبد الرحمن العصيمي مبلغ خمسمائة ريال استهلون الشباب والله أنا شوعد رحمن العصيمي لا تبرعون عنه لنجالس هناك مو بيمنا الله أجرهم بالجهد أمين رحمن والدي طيب كذلك التبرعات اللي بتبرع جماعة ويرسل لي باستنافة الخاص يرسل إيصال تكرما خمسمائة ريال لفهد مطيري التبرع بألف ريال لعائلة بن ملهي وبن هذال من في اليامي شكرا يا في اليامي ألف ريال بنية راكان بملهي وعمر من هذال وكذلك فهد مطيري شكر الله لها على تبرعها تبرع مبلغ ألف ريال وإرسل الإيصال بنية عائلة أم فهد البقيمي وبنية والد فهد البقيمي رحمة الله عليه وعائلته ما شاء الله تكتب بيدك أخزامة العصيمي تتبرع مبلغ خمسمائة ريال لخالها عبد الرحمن العصيمي سهل عبد الرحمن يا حبيبي لك يا خزو الله يزاها بالجنة ينبتها نبات حسن ويجعلها من حفظة كتاب الله لا تنسونها من دعواتكم يا شباب أن الله ينبتها نبات حسن شكرا يا حبيبي يا عادل لا تحط شيء في ذمتك يا عادل ينبتها نبات حسن ويحفظك 7 و 8 يوم الله يدعم يا عبد الرحمن نبو الله قلبك نعطيه بالقلوب اللي عرفت طيب هنا عائلة مشعد الرويس يا فهد مبلغ 500 ريال عن أسرة عائلة أو أسرة مشعل الرويس رحمه الله دعواتكم لا سل الله أن يغفر الله ويرحمه يتجاوز عنه يجعل قبره روض مرياض الجنة التطبيق الراجح يشتغل يا جماعة شوالي صلاة كثيرة والمتجر الإكتروني في خمس ثواني تقدر تتبرع غررته في حسابي في تويتر هنا كذلك ما شاء الله تبارك الله روابي لوليد الزهراني مبلغ 200 ريال 200 ريال آمين يا رب وهنا مبلغ بسم الله علي سهم الخير بمبلغ 100 ريال من إحدى الأخوات وفيه تصال أخير يا شباب هيام حياك الله يا هيام عليكم السلام ورحمة الله والله الصوت ما سمعتنا نايف الأكلبي ومحمد الزعيز مبلغ 1000 ريال من هيام شكرا لك وليها المبادرة الجميلة أسه الله أن يخلف عليك خير ويبارك لك وأن ينمي أموالك ويصلح لك النية والذرية محمد الزعيزعي تبي تقول شيء له يا موري كل ما ننفق عن محمد الزعيزعي أقول لي بيض الله وجيههم اللي ينفقه لي أنا وللشباب الباقيين الله يبيضوا وجيههم يطول عمارهم ما عاد والله ندريه شو نقول الحكي واجد ولا ما هم سوين شيء الحكي الله يبيضوا وجيههم الله يبيضوا وجيههم آمين يا رب وموت المسلمين كلهم وأم أرى كان بمله يالله يجعلها في الجنة يا ربي يا كريم واببأ أبوها الذال واببأ أباكم كلكم الحي والميت الله يدخلكم الجنة والله يعطيكم الصحة والعافية آمين يا رب العالمين أحلى عبد الرحمن العصيمي من فهمت الفكرة صحيح طيب في تبرع مبلغ ما أرسل المبلغ لكن أرسل إيصال من المتجر إكتروني لا عد تتصلوني أجماع عشان أقرأ الله يجزاكم خير تبرع بعشرة ريال اللي أقدر عليه بنية بنية أمة وطول عمرها حفظ أمي وطول عمرها أدعو لها بطول عمر وفرج الهم والنصر أم أحمد شكرا لك يا أم أحمد والله يخلف عليك خير هنا تبرعت بمبلغ بسيط بنية شفاء والدي أسأل الله أن يمنع عليه بالشفاء والعافية وأن يقرع عينكم يا رب بطولة عمره على طاعته ومرضاته هنا أم شوق قد قلت ورعت بما يسره الله لي أبيكم تدعون لي والمتسابقين وكل المشاهدين أن الله يصلح ذات بيننا ويكفينا شر مهمنا لأنه داخل على مشاكل ما يعلم بها إلا الله بيدعواتكم الله يسعدكم جميعا ويفككم الله يعني يسر أموركم ويفتح عليكم وأن يبارك لكم وأن يلملم الشتات وأن يقربكم إلى خير والدنيا بسيطة سهلة مرنة لا نتشنج بها لأنها في الأخير دنيا فانية وقد قال عنها محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم في ليش التشنج لملموا شتاتكم وتنازلوا بين الزوجين خلوا بينكم شعرة معاوية شعلي شعرة معاوية انشد الزوج ارخي وانشديتي يرخي الزوج كده تستمر الحياة لكن لا نتشنج كل واحد برأيها وكل واحد اللي لا يفرض سيطرته ويعتقد أنه هو سوبرمان اللي لازم أنه ينفذ كلامه لا عادي لازم يكون في تنازلات منك ومننا والحياة تمشي لا يعتبر الرجال والزوج أنه إذا زوجته قالت لك كلمة وسمع لها النهر خامة ما في خير وبرجال لا طبيعي عادي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها كان عندها ضيوف فتعرفون القصة فلما كان عندها ضيوف جت صحفة الصحان فمر من عند عائشة وعائشة غارت لأن الصحفة من زوجها أخرى فضربت الصحفة وطاحت على الأرض وطاح الأكل على الأرض فهنا النبي تخيل كان فيه ضيوف عنده الأكل طاح على الأرض كان تصرف الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن قال غارت أمكم غارت أمكم يعني هدوء ريلاكس ليش يا عائشة تسوين كذا فشلتيني مع ضيوفي حسب لا 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 عارف أنها غيرة قال غارت أمكم غارت أمكم جمع الأكل ورجع إلى الصحفة أخرى ثم نعطاه ضيوفه هدوء تشنج يشتت العوائل هذه نصيحة للأخت اللي تبرعت وأنفقت وتريد لملمة الشتات بينها وبين زوجها طيب عائلة الشهري تبرع مبلغ خمسمائة ريال الله يجزاهم خير هنا تبرع كذلك بمبلغ مئة ريال من المشاعل الحربي عيوش نتبرع بنية عائلة ابن ناجي وعن أبيهم رحمة الله عليه الله يرحمه يغفر له مبلغ ألف ريال ما شاء الله تبارك الله عني ووالدي وعن المتسابق عمر بن هذال ووالديه ما شاء الله تستاهلي عمر ألف ريال بنية والله ما ديش ما سمت اسمها لكن بأسرة عمر بن هذال ووالديه مبلغ ألف ريال مبلغ خمسين ريال بنية وسامة الشمري مبلغ خمسمائة ريال عن أسرة فيصل الحربي وأن فيصل تستاهلي فيصل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله التبرعات وكثرتها الله أجزاكم خير أنا أسميها الحملة فينا خير تأيدونني فينا خير جد لما نشوف الآن الاسناب وشافره كان معي والتعليق اللي حاصل بسبب كثرة الرسائل وتبرعات الناس والله العظيم وعنوى لهذه الحملة فينا خير لما نشوف الخير ما نقفي ونتركه لا نكون معه ونوقف وقفة رجل واحد علشان نفرح لليتيم اللي راح يفرح باكتمال الوقف لأنه راح يعطونا بطاقات فيها المواد الغذائية ويوفروا الأمور الصحية ويوفروا الأمور التعليمية عن طريقكم أنتم والله هم فيكم خير أسأل الله أن يكتب أجركم محمد زعيز تقول شيئاً أنتم سلطان الأمير والسلطان العنزي وابرايم النجاشي وعبد الرحمن العصيمي فماذا لديكم أول شيء ودنا نفرح كما وصلت الأسهم والشيء الثاني ودنا نشكر أخونا سلطان العنزي لأنه ممكن ربع ربع الأسهم اللي في الوقف ترى هم اللي دافعها تتعلم تتعلم شأن تعرف أنك الزعي زعي تمون بيض الله وجهك كيف ضبطك الزعي زعي بيض الله وجهك تستاهل بيض الله وجهك والله مبادراتك دائما جميلة هذا شيء رمزي يعني ولا إن كان الأجر عند الله هو أعظم من ما نقدم حنا ولا كان هذا شيء رمزي لمبادراتك وخيرها الفلين هذا الجميل ما بقي إلا ثلاث وردات والله يرفع قدرك حرمي وجهك النار في تبرع مبلغ 10 ألاف ريال لأحد منكم وبنيته وعن أسرته ووالديه 10 ألاف ريال أول مرة نسمعها اليوم في الحملة لكنها للمتسابق الجميل الذي أثبت حضوره في البرنامج وأثبت جماهيريته وقوته وأثبت بأن كل المتسابقين يحبونه وأثبت بأن التواصل دائما مع الأثر يبقى الأثر ويستمر العطاء مع أهل الخير 10 ألاف ريال بنية المتسابق عمار بن هذال استاهي 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 لا إله الله يا العمدة وين العمدة عطنا الدرع الكبير ذاك واجب عمر بنهذال معك لا إله تفضل يا عمر مع الدرع ولا هو يجيب الدرع عشان بروتوكولات لا لا هو يجيبه عشان لا داعي يجيبه أنت تقول عطميها فهمت لا إله لازم أن تفهم بروتوكولات يا عمر 500 ريال أسرة علي آل بن علي كما كتب أسرة علي بن أسرة علي آل بن علي شكرا 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 تك العافية ألف مبروكي عمر تستاهل تستاهل كما لمن أهدى لك مبلغ بعشرة آلاف ريال وأرسله على الجمعية وأرسله علي واش تقول لهم أقول أقسم بمن أحل القسم بالله العظيم الشعور يوم قلت اسمي كذا مرة أقسم بمن أحل القسم وأقسم بالله أني كني واقف على المركز الأول وكني ما أخذ الدرع الجماهيري وكني ما أخذ كل جوائز البرنامج شكرا لكم بيض الله وجيهكم والله لا يحرمكم الأجر أول شيء أجرا عند الله سبحانه وتعالى الله يخلف عليكم وتجارتهم مع الله مهب خسارة العشر آلاف هذه قال أبو عبد الله قبل شوي بل تزده بل تزده بل تزده أسأل الله أن يعوض عليك وأن أخوك ويدخل الفرحة والسرور على قلبك مثل ما أدخلتها على قلب أخوك الصغير بيض الله وجهك والله لا يحرمك الأجر ويوفك ولا يهينك آمين تستاهل يا عمر بيض الله وجهك تستاهل الخير بيض الله وجهك وأهل الخير دائما متواجدين معكم ويبولكم الخير فإن شاء الله نرفع درجاتكم تكفير لسيئاتكم أنتم يضف هذه كنتم باردين وجدكم حماس من طبيعي أنا أستأذنك النجاشي أروح عيدها قبل شوي وما أجيته تفضل يا براهيم النجاشي تعال محمد السلام أقول لأبو عبداليابي ما أنك مسوين هذه المبادرة الجميلة هذه اللي تشكر عليها الحقيقة والله يكتب للجميع على أجر بإذن الله ودي أتبرع أو أشارك بساهم عن جد إبراهيم بن عبدالله النجاشي الله أفضله ويرحمه وكذلك يذكر الجميع أنهم يدعون له بالرحمة والمبكرة الله يغفر لي الله يتزاك خير ورفع قدرك وبيض وجهك سلطان عليزي شكل سريع عندي كلمة بسيطة أول شيء أشكرك أشكر محمد زعي زعي اللي قال كلام الطيب عني والدرع اللي أعطتني يا أبو عبدالله وأنا والله ما بغينا فيها غير وجه الله سبحانه وتعالى امرحنا الظلم ونشوف المشروع وأنا الدرع ذا وسام على صدري وفيه شخصية كمان تستاهل هذه الدرع كمان أنها وقفت معي وسوقت ودورت الأجر اللي هو فهد الشهري استاهل 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 ستسمحنا يا أبو عبدالله فيها استاهل استاهل درع طيب تفضل درع علشان أسطان عزي 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 عليوم يظله وجهك تولجين الدرع يظله وجهك سام طيب محمد السالم سلطان الأمير عندهم مبادرة مشكورين عليها أنا أترك المجال لهم الحديث لهم فهد الشهري تفضل درعك لو تفتح الدرع علشان أفتح وجهك تفضل هذا درع يقدم لي بهاد الشهري حبيب القلب سلام يسعدك وجه جميل قلب نظيف صوت رائع مستقبل مميز الله لا يحرمني من تواجدك ولا تنسى شارطة البرنامج القادم وكرا الله ما صلحة ما أنت حاجة مصحة طيب شباب تسمحوا لي بس سلطان الأمير ومحمد السلام يتكلمون تفضل يا العمدة هذا هدية تحت الشباب الذي تكلمت عنهم أنه يسأل لي حفلة بخصوصة اكتمال أسهمه فهذا الهدية تبع أعلن أنا أو أنتم أقول لي أريدك بس أنا أقول الله يزاق خير على المبادرة التي أعطيتنا إياها الأسهم التي قدمت لكل واحد من المتسابقين لألفين سهم والشباب والتي تحدى وأعلنوا التحدي والتي رفع يده وأنت لبيت طلبة وقلت تم واحد من المتسابقين حرس وحرس إلا يساهم بثلاثة الاف سهم وتم ما شاء الله تبارك الله وأصرت أمه أن نتقدم له هدية اليوم بمناسبة هالوقف المبارك وحنا على وشك الختام فحرسنا أيضا أستاذ ناصر الغامدي أنك تقدم هالهدية من يد العمدة إلى يدك إلى يد هالمتسابق اللي حصل وأتم الثلاثة الاف سهم إذا فهد المطيري تحية لفهد وتفضل استاهل استاهل يا فهد هذه من والدة فهد المطيري هذه من والدة فهد المطيري ما شاء الله عائلة مباركة وعائلة أهل خير وعليل أسهم بكل الله يا فهد يا فهد يالله صورة تعال يا سلطان صورة صورة مع المخرج شواجئت الكاميرا علينا عدمونا حلوة ثلاثة اثنين واحد ابتسم شيز أحلى صورة شكرا ثلاثة 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 قل الله الله أنه يوفقها ويسر عمرها إن شاء الله يعطيها طولة العمر وحلمك تحقق يا ولدتي أني في هذا البرنامج أنك تابعتيني كم؟ نحن وصلنا كم؟ ستة وثمانين يوم؟ سبعة وثمانين سبعة وثمانين أنا ودي بس فهذه الفرحة فهذه الفرحة ودي بس يشاركني فيها وليد الزهراني بما اكتمال أسهمه يا سلام فضل يا وليد تحييي الوليد الزهراني تفضل يا الله يا نقاء قلوبكم الله يسعدكم ويذوجيكم يا أخي يزينكم استاهل والله فادم طيري ما شاء الله تبارك نية الطيبة دفعت أكثر من حدود نصف مليون ما شاء الله تبارك استاهلك حدعتني استاهل وليد حتى اكتمال بعد وقفك اللي هو عبدالبادرتك الفين سهم وإن شاء الله أنها خاصة لوجه الله وكل من تبرع بنية فهد عصر الله أنه يرزقه يا رب وبنية وليد الزهراني عصر الله أنه يرزقه من واسع فضله يا ربي يا كريم ونحتفل في اكتمال هذا الوقف بإذن الله تكر عائلة شكرا وليد شكرا فهد مطيري ما طولت معك والله يا أخي يا جمالك لو طول معي لو تجنس كون أجمل والله الضفة هذه مرة متحمسين فهد مطيري كنت هناك جيت هنا سرت مزعج طيب فيه بس بعض التبرعات وأقرأها نون تبرعت بنية قول بنية أبوي الله يرحمه وبنية جابر آل مسعود وبنية جميع المسلمين أحياء منهم والأموات فجزاء الله خير التبرع في الهاشتاك كذلك وصلني أنا بنتقل الهاشتاك لأن السناب سار يعلق وبقفل الخاص طيب الهاشتاك هنا فيه تبرع بنية موتانا ووالدة را كان بملاهي رحمه الله ووالد الزعزعي رحمه الله تبرع كذلك من بيشان هي التي تبرعت عن راكان ومحمد الزعزعي وكذلك الإصالات هنا كثيرة جدا أقرأ بعضها طيب فيه تصال يا كنترول يليت طيب لو فيه رجل أعمال سيدة أعمال بداخلون معنا يفرحون إن شاء الله بتغطية الوقف وكماله لكي يكفل به اليتيم فإن شاء الله نمع على خير ومخلوفين من رب العالمين سبحانه وتعالى فلنبادر دائما وأبدا وننفق في سبيل الله طيب فهادة الشيء ريش تقول أقول بحمد حتى موضوع بسيط بس تفضلي يا بوحمد في موضوعنا أو خارج موضوعنا أبو عبدالله أحبكم أن ما قسر محمد الزعزعي وقدمنا وعلمه دائما طيب معنا ووقفته والناس اللي تتبرع عشان محمد الزعزعي فيحتاج لدرعه والله إبو عبدالله الله إستاهل إستاهل هو قالك لا لا إبو عبدالله هو قالك بس كاني ما أدري لا لا الله قالك بس كاني ما أدري شعر الله يشاهد شعر 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 أبي عبد الله استاهلوكم أعطيكم العافية أهلاً 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 طيب ناصر غامدي إذا شفت رسالتي استحلفك بالله الذي خلقك أنك تذكر رسالتي يعلم الله ما قدر التبرع يمكن أحد يتبرع بنيتي ونية كل من لا يستطيع التبرع مثلي يعلم الله أني أحاول أنشر الوقف في كل مواقع التواصل الاجتماعي لأني لا استطيع التبرع أبي تكون لي بصمة في هذا الوقف ولو بالشيء البسيط تكفي ناصر إقرأ رسالتي لعل أحد يتبرع بنيتي قبل الاكتمال الوقف لأني ما أبغى تكتمل الوقف إلا أنا مشاركة في أحمد الفراجر في عيده وفهد المطيري كذلك تفضل أنا أعوذ بالله من كلمة أنا وليد الزهراني وفهد المطيري نبين تكفل بتلبية طلبها هذه وسأل الله العظيم أن يرزقها من واسع فضله آمين آمين بيض الله وجهك أقول لكم بالنية يا الله ادخلوا معنا إن شاء الله الأجر كلنا يشمل الله يرفع قدريكم يزينكم يزين مبادراتكم دائما يا شباب آآ أخبأ وشارك sorted من كان عنده مريض أسأل الله أن يشفي مريضه ويعافيه ومن كان عنده مبتلى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنه الابتلى ومن كان عنده ذرية نسأل الله أن يصلحهم واليبارك فيهم اللهم اجعل لهم من كل هم من فرجة ومن كل ضيق مخرجة ومن كل بلاء عافية وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يقبل منا كل ما نقدم وإذا رفعنا إلى ربنا أيدينا ألا يردها صفرا خائبتين بل يستجيب من الدعاء فكلما قربنا إلى الله شبرا قرب إلينا باعا فكلما تقربنا إليه بأموالنا كلما أعطانا الخلف والزيادة فنحن نتعامل مع الكريم جل وعلا هنا تبرع مئة ريال تحمس الشيخ مئة ريال طيب هنا تبرع بنية شخبوت الدوسري وليد زهراني من فاطمة الأحمد مبلغ مئة ريال يستاهر شخبوت الدوسري تحيتي له من الهواء مباشرة أنا جاء سأقرأ تغريدات هنا تبرع باسم بدرية من ناور بنية أمي الله يحفظها وجدتي الله يرحمها وعيالي الله يحفظهم ودعواتكم لي سجل باسمها أسرة بدرية الحربي بدرية الحربي كتب الله أجرها على هالمبادرة لمبلغ خمسمائة ريال طيب علشان نختم هنا تبرع لمبلغ مئتين ريال من خالد اللقماني كتب الله أجره والله يحرم عن وجه النار هو والديه وجميع المسلمين في ختام الحملة تواصلت مع الجمعية ورسلوا لي قالوا ما يمدينا اليوم الحدث لكن إن شاء الله بكرة الصباح يحدثون الحساب ويبلغونا كم وصلنا فيه من تبرعات ومشاركات أهل الخير اللي يشاهدوننا الآن ويا رب سمعنا الخير ما بقي لثلاث هلاف سهم أعتقد بتبرع الناس إن شاء الله نكون قربنا حولها حواليها نسأل الله أن يخلف على كل من أنفق خيرا وأن يبارك له فيما أنفق وفيما أعطى ودائما مثل هذا الأوقاف هي سعادة لنا وحن ندل على الخير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف مع أصحابه ويذكر الناس بالإنفاق فنحن هنا قدوة محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الأعزاء شكرا لكم شكرا لمبادراتكم شكرا لإنفاقكم شكرا لعطاءاتكم لأعمال الخير اللي أنتم تبدلونها لأجل أنفسكم لأنكم إن أعطيتم لله أعطاكم الله الدبل 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 وأبشروا في الدنيا بالخلف وأبشروا في الدنيا بالبركة وأبشروا في الآخرة بجبال من حسنات وأبشروا في الآخرة بأن تكونوا تحت ظل عرش الرحمن في يوم لا ظل إلا ظله لأنكم تنفقون لله النواية طيبة فالله سبحانه وتعالى سيجازيكم على ما أعطيتم وعلى ما أنفقتم واستبشروا خيرا لأنكم تتعاملون مع الكريم الرزاق وهي تجارة رابحة مع الله ومن كانت تجارتها مع الله والله لن يخسر أبدا في الدنيا ممكن تتاجر قابلة للربح وقابلة للخسارة لكن في مثلها الأعمال الخيرية بربحها واضح مئة في المئة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أخبرنا بأن الصدقة فيها نماء وزيادة أخبرنا بأن صدقة تسترتط في غضب الرب هذا كلها محفزات خلينا نتقدم ونعطي ونلتمس رحمة الله اللي إذا رحمنا دخلنا جنة لأن ما في أحد يدخل للجنة بعمله كلنا برحمة الله فإن عطينا في مثل هذه الأوقاف وكفلنا الأيتام نلتمس رحمة الله فيرحمنا برحمته ويدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة وحنا والله اللي محتاجي مثل هذا الأمر أنا أختم ب أتصدق وأنفق بنية والد زميلي وصديقي اللي توفى قبل أسبوع تقريبا محمد بن حشان انتيفات الدوسري نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجاوز عنه وأن يجعل قبره روض من رياض الجنة وأنفق عنه في هذا الوقف وقف الأم بمكة التابعة لجمعية البر بظلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه النفقة والصدقة في ميزان حسناته وأن تكون له في قبره نور وضياء وبركة ورحمه من ربي سبحانه وتعالى فالله يغفر لك ويرحمك يا أبو مدهش وأن يجاوز عنك وأن يجعل قبرك روض من رياض الجنة وأديك أبناء وبنات صالحين سيدعون لك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها صدقة جارية وهذا الوقف انفقت بنيتك وأولادك وبناتك سينفقون وأولت صالح يدعو لك وأبشر إن شاء الله عندك الأبناء والبنات الصالحين نسأل الله أن يرحمك برحمته ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين طيب في بطاقة إهداء هذه البطاقة إهداء المتسابقين أولهم المتسابق فيصل الحربي يقدمها لوالدتهم فيصل الحربي من مؤسسة محتوى مبادرون مشكورين والله يكتبجرهم وكذلك المتسابق سامة الشمري الله يبيني جيهم لما كانوا معنا في الحفل الماضي يستاهلون تستاهل يا فيصل أعطيك العافية لا تخطي على الكاميرا يا سامة يا سام الجابر اهدأ تستاهل أعطيك العافية شكراً فيصل سامة الشمري أترف الله أقف جنبك لا تستاهل يا حبيب الله يجزاكم خير بإذن الله أنه من أسجد أنا تترف الله جنبك لا بالعكس يوهم موثق ونجمة يا حبيب الله لا يحرم مننا إن شاء الله طيب وهنا أم فهد العطوي مقدم من ابنها سهم لها في وقف الأم بمكة أشتبه يا عمر من هذار رافع عدك ريقنا صوت عمر أشتقل أبو عبد الله دبيه والله العظيم يا رب عبد الله أول شيء في فعل خير واليوم أنت أنت ريالتي عندك اليوم أبو عبد الله أسنن الله وضحكك ما شاء الله تبارك الرحمن يا أبو عبد الله يقول عادل عادل يقول أبو عبد الله ذكرني بنفسي ما طلع عندها الجانب الكوميدي بالريالتي إلا آخر البرنامج الخير الأصيلة ما تسمع قلة تالي نحن طعمون جينا العبرة بالخواتين الأيام اللي راحت عشان يمدير وكذا لازم أثقل عليكم ما أعطيكم وش الحي خلاص انتهى البرنامج لازم يجب أن يبكديني الله يسعدكم يرفع قدركم جميعا واذا تقول يا محمد عيسى بقلة طر يجيل على العشاء وإن شاء الله بكرة نخبركم بالوقت في وصل طيب في شيء غيره طيب يعطيك العافية شكرا لك طيب الشيخ طلال بن فالح الدوسر يبو فالح مسي عليه بالخير الله يغنيه ويكثر خيره ويزيده من واسع فضله وكرمه يقول لكم أول شيء يعتذر منكم عن الحضور للاتباطة في الخرج ما قدر يجينا لكن كرامتكم موجودة ويقول تموا على عشاءكم الله يحييكم والله يغنيه ويكثر خيره ويزيده من واسع فضله فضلوا على عشاءكم مرحبا والله مسهلا أبشي يتجاسي يا أمي من روحي انتي أهم سخرت لجلي حياتك بذلك فاحن وهم